السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سلام الطيبين مناسبة العيد الفطر المبارك عدو الله علينا والأمة الإسلامية بالخير واليمنى البركاته. وطبعا اكيد حاسين كلنا بتأثير دائحة كورونا على بهجة العيد وفرحة العيد وعلى احتفالات العيد يعني. اكيد كلنا حاسين دلوقتي فيه اختلاف كبير جدا. ويهي ده متعلق النهاردة باردك بموضوع النهاردة ان احنا عاوزين نشوب جائحة ديت وكورونا وتأثيرها في سوق العمل وفي مجال الجيولوجيا. بس ابل ما ابتدى محضرتي انا احب اتوجه بالشكر للشباب اللي زي الورد صراحة لانا فرحان بيوم جدا يعني القائمين على هذا المؤتمر ودي فكرة من افكار يعني نقدر نقول دي ميزة من موازلات كورونا يعني. دي اول ميزة من موازلات كورونا ان كورونا مش دائحة ضرة. لا ولكن ما نقدر نقول ربا ضرات النفع يعني. من اهم المميزات اللي احنا بدأنا فيها ان احنا دلوقتي عندنا شباب ما شاء الله علي بقى بيعمل مؤتمرات دلوقتي مختلفة وبسلوب جديد وبسلوب متطور مختلف تماما عن النظام القديم والشباب لسه بادئ حياته فحييهم في بداية في بداية المحاضرة يعني وان شاء الله رب نعويك وتقرروا هزا الموضوع مرارا وتكرارا واحنا تحت امروك في اي وقت من الاوقات يعني. وبس عاوزة تأكد عبد الرحمن ان الصوت شغال تمام? ايوة دبرا الصوت شغال. اه النهاردة يا شباب بقى باسم ان شاء الله احنا نبتدي محاضرة النهاردة اللي هم حددوها الشباب ودي موضوع منتاز وفكرة كويسة ان احنا نشوف فرص العمل في زمن الجائح اوما بعده. وايه متطلبات سوء العمل الحديث? هل فيه الكورونا غيرت في متطلبات سوء العمل ولا لا? وده اللي احنا هتكلم عليه النهاردة. فاحنا طبعا الاكيد انت حضرتك حاضر النهاردة او اللي هيسمع المحاضرة دي ان شاء الله مسجلة عن انت بعد كده. اكيد هيسمحها عشان هو عايز فرصة عمل او بيدور على فرصة عمل. او بيحلم ان هو يشتغل في مكان معين. طالما هو داخل جيولوجيا او جيوفيزيا او هندسة والتعدين او اي مجال. هاداك عاش يشتغل فيه بشكل عام. او في مجال جيوفيزيا بشكل خاص. اكيد كل خريج بيحلم ان هو يكون عنده مكان يشتغل فيه. ومش الخريج بس للطالب السنة. سواء هاداك لسه في سنة اولى كلية او في تانية او تالتة او ربعة. او خريج ولسه مستنى فرصة عمل. او بالفعل انت شغال بس عندك هدف اكبر. طبعا اكتر من الشغل اللي انت فيه. فده المحاضرة دي هتهم. او حتى وعد خلاص يشتغل وخلص. وموجود في مكان هو حاسس ان هو خلاص فيه ارتياح نفسي وارتياح مادي وارتياح معنوي بالشغلان اللي هو موجود فيه. فهو محتاج برضا كيسمع المحاضرة دي وحنقول ليه. او حضرتك خلاص ربنا كرمك وصلت السنة الستين وكنت شغال ودلوقت قاعد وبتخطى التاني تقضى حياتك فترة العمر النصف والاخر زي ما قولوا كده. فمن خلال المحاضرات اللي حضرتك شفتوها خلال ست ايام وسبح ايام ماضية. ست ايام وحاضرات مختلفة وما شاء الله اساس زيتنا والناس متخصصة في مجالات مختلفة في سوء العمل في الجامعة. اكيد تبلور في دماغ حضرتك شغلانة معينة انت نفسك تشتغل فيه. او بتاعمل ان انت تشتغل شغلانة كويسة تفيد باحتياداتك ورغباتك اللي انت دخلت بالله ايجيولوجيا. فكل واحد فينا دلوقت بيسمعني سواء مباشر حاليا او بعد كده ان شاء الله اكيد في دماغه عمل معين او وظيفة معينة. او تارجة معينة عاوزه وصله. وده ما عليش استأزينك بس كده. ما قد تتعمل نفسك شوية. احنا ناس علميين واحنا عارفين ان في محاضرة وبعد المحاضرة بيبقى سيكشة. ومرتبط بالعمل. فدي محاضرة وسيكشة مع بعض. ومحاضرتنا النهاردة ان شاء الله ستبقى محاضرة الجيولوجية بطعم كده التنمية البشرية. يعني اسلوب التنمية البشرية. هنلاقيه بشكل كبير. ان احنا دلوقتي بنجمع ما بين العلم. ما بين سوء العمل واحتياجات سوء العمل. والنقطة المفصلية او همزة الوصف. ازاي بقى انت تستغل العلم اللي انت تعلمته. ان انت تطبقه في سوء العمل. فان شاء الله المحاضرة النهاردة هي عبارة عن همزة الوصف. ما بين ما تم تعليمه من ناحية الاكاديمية. في الكلية. وما بين ازاي تخوض سوء العمل. او انت بالفعل موجود في السوء العمل ولكن موجود في مكان انت طموحتك اعلى من كده. او حتى حضرتك خلصت وصلت سن ستين وعايز برضك تغير حياتك وتغير نمط حياتك ما بعد سن ستين. عايز تعمل حاجة. فاستسمع حضرتك بس كده تتعم معا شوية ثواني. لو امكن بس السادة اللي سامعيني ورقة وقلم بسطة. معلش اتعب شوية كده هم وقت ورقة وقلم بس اكتب فيها كل اللي انا طلبوا منك اكتب فيها حضرتك عايز تشتغل ايه? يلا بس بلشت كسر مش عاوزين نكسل الشباب مش عاوزين الشباب اللي قاعدوا كسلان ده برضه. نتحرك انت مش خسران حاجة لان الكلام ده هنتبقه طول المحاضرة طول ما احنا ماشيين يعني مش هتكتب الرغبة لحدك عايزتها وهتسب. لا ده احنا نعمل عليها تطبيق هنشتغل شغل تطبيق عمل يعني. فرجاء يعني رجاء برجوكم ان كل واحد يجي على نفسه شوية ويجيب ورقة وقلم بسيط كده ويكتب بس فوق كده ايه? هو نفسه اشتغل كذا. بس. في شغلانة معينة نفسك توصل له. او حضرتك شغال بالفعل بس انت عايز تشتغل شغلانة افضل. جباريت نكتب دي. ولو حضرتك شغال شغلانة الفام ارتاح ومبسوط فيها. نفس القصة برضك هتبقى معانا علشان ازاي حضرتك تطور من نفسك وترتقي بقى. ان خلاص الانسان دايما بيطمح الى التقدم والتطور والسمو. ما بيقافش عند حد معين. الانسان بيكافح لحد يوم الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول رسول الله سلام ولا تمنوا انت استكسر. يا ما يريد دلوقت كده خلاص انت حضرتك حددت الهدف اللي انت عاستوصاله. تعالوا بقى نطبق ازاي نوصل الهدف بتاعنا اللي احنا عاوزين نعمل فيه. احنا كجيولوجيين تعالوا الاول كده نشوف الازمات. عندنا مثل بيقول او بتعلماء التاريخ بيقول لك التاريخ يقرر نفسه او يعيد نفسه. وعندنا مثل برضك في الجيولوجيا في الطبقات المثل العكسي او القانون العكسي يقول لك. the present is the key of the bust. the present is the key of the bust. يعني الحاضر مفتاح الماضي. يعني الاحداث الجيولوجية اللي بتحدث على سطح الارض حاليا هي نفسها حدثت قبل كده. وعلماء التاريخ بيشوفها من ناحية العكسية. وبقول لك الاحداث اللي حدثت قبل كده بتتكرر مرارا وتكرارا. طب تعالوا نشوف الكلام ده بقى يعلينا في الجيولوجيا كده. هل الارض الكرة الارضية مرت بأزمات قبل كده? اكيد طب. اكيد كلنا جيولوجيين ودرسين ان الارض مرت بأزمات. ولو احنا شايفين التشارت اللي قدامنا ده. ده التاريخي الزمني او العمودي الجيولوجي اللي متقسم من الباليو الزوق حجب الحال القديمة حجب الحياة الوسطى حجب الحياة الحديثة. ولو بصينا ان الارض تقريبا من اكتر حدثين الارض ما بين حجب الحياة المتوسطة ما بين حجب الحياة وحجب الحياة الحديثة. وهذه الاحداث هي اللي خلتنا نحط حدود فاصلة ما بين العصور. يعني احنا كونا ان احنا حطنا حد فاصل. عند حجب الحياة القديمة وحجب الحياة المتوسطة. ليه؟ لان حدثة احداث جيولوجية وأزمات جيولوجية كبيرة جداً أدت إلى تغيير جزري في شكل الأرض في أنواع وتنوع الكائنات الحية الموجودة على الأرض في توزيع البحار والمحيطات على سطح الأرض نفس القصة أزمة تانية حصلت ما بين حجب الحياة المتوسطة حجب الحياة الحديثة نحن طبعاً مش محاضرة علمية اليوم ولكن نريد أن نستفاد من اللي نتعلمنا في الجيولوجيا طلعنا من الكرف بحاجة مهمة جداً السلوك الكائنات الحية أثناء فترة الأزمة كائنات الحية اللي كانت موجودة ونحن طبعاً الإنسان كائن حي فلابد أن نتعلم إيه اللي حدث للكائنات الحية خلال الزمن الجيولوجي المختلف اللي نحن درسناه علشان نستفاد ونتعامل مع الأزمة الحالية لأزمة كورونا فإحنا دلوقت لو بصناح نلاقي أن السلوك الكائنات الحية كان عبارة عن نمط من ثلاثة أول نمط إن كائنات جات عند الأزمة وماتت واندصرت تماماً وطبعاً أشهرها الديناصورات على رغم حجمه كبر حجم الديناصورات ولكن جات في أزمة زي الأزمة ما بين حجب الحال المتوسطة وحجب الحال الحديثة اندصرت تماماً ولم يعد لها أي أثار لأحفير في صخور حجب الحياة الحديثة يبقى إذن دلوقتي الأزمة اللي عملية مش عملية كوة ولا عنفوان ولا جبروت لا ده في حاجة تانية أكيد في نوع تاني شايفينه هو جاي بقى من حجب الحال القديمة والأزمات مرت عليك مرور الكرام كما يقولون ده ده النوع ده إيه نوع الأنواع الأسماك ليه بقى لأن الأسماك بتمس بالمرونة بالتطور بالتكيف تكيفت مع التغيرات البيئية المختلفة فده ساعتها أنها تعد الأزمات وتوصل مازالة الأسماك موجودة في أبحار الحديثة الأسماك موجودة من تقريباً لو بصيناهم 365 مليون سنة مضت إلى وقتنا الحال ليه الأسماك ما اندصرتش تماماً زي الديناصورات ما اندصرت لأن الأسماك عندها مرونة عندها تكيف مع الظروف طيب النمط الثالث بقى أن بعد كل أزمة يولد من رحم الأزمات أفكار جديدة يولد من رحم الأزمات كائنات جديدة يولد من رحم الأزمات فرص عمل جديدة وده اللي احنا هتكلم عليه النهاردة إن شاء الله فأنا عاوز حضرتك دلوقت بقى أنت كتبت ولو ما كنتش كتبت ياريت تكتب تاني أنت حضرتك دلوقت كتبت أنت تأمل في شغلانة معينة ياريت تحطيلي بقى الشغلانة ديت على الاسكيل ده هل العمل اللي حتى ترغب فيه خلاص بيموت رغم أنه كان عمل كبير وضخم ومشهور ولكن وجود كورونا وما بعد كورونا ممكن يؤدي إلى موت أو انتصار هذا العمل اللي انت موجود فيه زي ما شفنا كده مثلا لو بصنا في سوق العمل نوكيا وموبايلات نوكيا كتواخداء شهرة كبيرة جدا بس ما طوريتش نفسها مع الاسمارتفون فانتهت ومزالت نوكيا دلوقت اللي بنشيلها اللي هي التليفون العادي ما عادش موجود شركة زي شركة كودك قبلنا كنا أكيد أو فوجي لأفلام القديمة اللي كانت موجودة وكانت كودك مسيطرة على العالم كله في الكاميرا هل عاد لكودك وضع اندصر ليه؟ لأن حصل تطور وتطور وتغير لا هي كانوا مؤمنين وليك لها التطور ده والحاجات دي كلها زوبعة فينجان وطلعت هي اللي خدت هي الزوبعة فينجان وهي اللي خدت البومبة وانتهت نفس فكر الديناصرات نفس فكر لو حضرتك ما زلت كاتب شغلانة موجودة عقيمة قديمة خلاص بتنتهي مع انتهاء الديناصرات ولا اللي نأمل لكون حضرتك شغلانة اللي حضرتك كاتبها هي تابع النوع التاني لا حصل لها تكيف حصل لها تطور وما زالت موجودة والليها وضع موجود في الساحة لسه شغالة وفيه انواع ظهرت جديدة بقى من رحم أزمة كورونا ده اللي احنا عايزينه ويريت يكون انت فيه أفكار جديدة وزي ما قلت كده زي الشباب ما عملونا دلوقتي مؤتمر عن طريق النت يعني لو ما كانش فيه كورونا ما كناش تقابلنا مع بعض ما كناش عرفنا بعض ممكن احنا دلوقتي ومن جامعات مختلفة ومن مدن مختلفة ومن أعمار مختلفة وتخصصات مختلفة ولكن اللي جامعنا دلوقتي ايه هو عبارة عن أزمة كورونا اتولد من رحم أزمة كورونا شباب زي الورد فكروا فكرة جميلة فعمل مؤتمر فاللي انا عاوز من حضرك دلوقتي ان انت تتحدد مع نفسك كده الشغلانة اللي حضرتك اخترتها طاقة على أني سكيل هي شغلانة كالضخمة ومشهورة ومعروفة ولكن بدأت تنتصر مع اندصاء مع وجود الكورونا ولا شغلانة عندها المرونة والقدرة ان هي تغير نفسها واتطور نفسها والتعامل مع الأزمات ويا ريت لو انت في ابتكار وتماغ شغالة وعايز تشتغل شغلانة جديدة ومستحدثة حديثة يبقى ده أفضل وأفضل ولكن على الأقل يبقى نوع التاني أو التالي ويا ريت ما يكونش النوع الأول ولو النوع الأول معلش استسمحك الغيه وغير الوظيفة اللي حضرتك تأمل أن تتواجد فيه طيب احنا عندنا دلوقتي الكورونا دي مشكلة عملنا مشكلة حتى في العيد كلنا اكيد كلنا حاسين ببعجة العيد مزاي عيد زمان وهي السنين اللي قابل كده والشغل والتعامل يعني الكورونا دي مشكلة طيب مشكلة احنا نسعلمين وتعلمنا دايما ان احنا نحل مشاكلنا بأسلوب علمي مش تعميم ان الأزمة والبلد ما فيها الشغل والدنيا واقفة والعالم واقف والاقتصاد واقف وكلها دي شمعات بتعلق عليها كسلك وعدم قدرتك على التعامل مع الأزمات وما لو حلتش المشكلة هتبقى زي الداناصرات اللي مارضتش تتكيف وتطور نفسها مع الأزمات فانتهى لا حاول من دلوقتي تطور ما تقعدش تلعن الأزمة وتلعن كورونا دي كلها أسباب سببها الله سبحانه وتعالى لصالحك لان انت حداك لسه خريق جديد عتولة زمان داناصرات زمان اللي كانوا تغيين على السوق وكانوا واقلين السوق وانت مش هتلاقي مكان لا ده يمكن ربنا بعد كورونا دي عشان الداناصرات سوق العمل لمحتلين سوق العمل يهدوا شوية وصيبوا لك انت فرصة يصيبوا لك فرصة تطور من نفسك وتنام من نفسك وتطلع بافير جديد هو ده المقصود فلابد ان احنا نحل مشكلة الكورونا ب سلوب علم وعشان الاول نعرف يعني ايه مشكلة أصلا نسأل العلماء ونقول لهم يعني ايه مشكلة ليه اكتر من تعريف للمشكلة يا شباب ولكن انا اخترت التعريف جميل وعجبني ومناسب للمحاضرة النهاردة هو بقول لك عبارة عن المسافة او مجموع العوائق ما بين المأمول والواقع يعني انت حضرتك دلوقتي نفس القصة الوظيفة اللي حضرتك كتيبها ونفسك تشتغل فيها هي دي المأمول يعني نفس الرسمة دي ياريت ترسمها كده ترسم الرسمة دي وكتف المأمول هنا الشغلانة اللي حضرتك عاوز تشتغل والواقع الواقع بتاع حضرتك ايه هل حضرتك طالب في سنة اولى ولا تانية ولا تالتة ولا ربعة جيولوجيا او اي كلية حضرتك موجود فيها بتسمعنا دلوقتي بغض النظر انت جيولوجيا ولا مجيولوجيا احنا دلوقتي بنقول ازاي تدور على فرصة عمل في اي تخصص كان في الازمات اللي احنا موجود فيها اكتب الواقع بتاعك والمأمول بتاعك وكل ما كان سقف طموحاتك عالية والمسافة بينهم عالية كانت المشكلة كبيرة والمسافة كبيرة ولو سقف طموحاتك بسيط خلاص المشكلة بسيطة ولما فيش طموحات واحد يقول له والله انا شغال دلوقتي ومبسوط من الشغل خلاص الواقع وقع على المأمول فالمسافة صفر فحضرك دلوقتي مرتاح نفسيا تشغال الحمد لله وشغلانتك مبسوط به فالمسافة بين الواقع بتاع حضرتك والمأمول صفر ليه بقى لان الواقع والمأمول ما فيهمش مسافة خلاص مبسوط بالشغلان اللي حدك فيه فإحنا دلوقتي عايزين ناحية العلمية شباب ازاي نقلل المسافة ما بين الواقع وما بين المأمول من ناحية العلمية ده شكل علمي عايزين نقلل المسافة ما بين الواقع ولمأمول عشان ما نعملش اوش في الصوت. ولكن مع نفسك كده. تكلم مع نفسك كده. واسأل نفسك سؤال. ازاي نقلل المسافة دي ما بين الواقع وما بين المأمور. كلوا معايا تمام? الصوت تمام عبدالرحمن? عشان ناكد بس كل شوية. ايو دكتور الصوت تمام. ماشي شباب. فانا عاوز حضرتك دلوقتي تقعد مع نفسك كده وتتكلم مع نفسك. معاش تفاعل مع نفسك. عشان انا عاوز من اطلع ان شاء الله من المحاضرة دي بفايدة ولو بسيطة جدا. يعني ان شاء الله في اخر محاضرة في المؤتمر. واتمنى تكون ختامة ومسك. ان بعد المحاضرة حضرتك سمحتها وتبلور في دماغك وظيفة معينة. دلوقتي بقى اكتب الوظيفة دي. وامكانياتك انت حضرتك عارفها. زي نقال لي للمسافة ما بين الواقع والمأمول. ده اللي احنا عايزين نتعلمه. طبعا من ناحية العلمية حنرفع الواقع. انا ممكن نرفع الواقع نرفع الواقع لحد ما وصل للمأمول. يبقى لازم نرفع الواقع بتاعك. واحد تاني قال لك انا رحيق دماغ غصم. انا نزل المأمول اللي تحت وخلاص وينزل. وده اللي احنا قلنا عليه اللي هو موجود في عمل. وشغلانة دلوقتي هو اراضي بقى هو مبسوط به. فخلاص ما عندوش مشكلة. او واحد تالتي يقول لك انا حرف الواقع. ونزل من سقف طموحاتي شوي. هآهل نفسي. هتضرب نفسي. وآهل ونزل من سقف طموحاتي شوية بحيث الاتنين يقربوا من بعض. وتبقى العملية سهلة. مش دي الحلول يا شباب. دي بعض الحلول اللي موجودة وممكن في كل حد فيكم سواء دي في مشكلة في عمل او اي مشكلة في حياتك. انا طبق النموذج ده في اي مشكلة في حياتك. عندك مشكلة في حياتك وتأمل انها تتحل. خلاص اكتب ايه? انت عايزة تتحل ازاي? واكتب الواقع ازاي? اللي موجود? وازاي بقى تقلل. وفي حل تالت او رابع. وده الحل الشائع اللي المفروض معظمنا بيعمله. انه هو هيقسم المسافة دي ويطلحها خطوة خطوة. يعني الواقع يرفع من نفسه خطوة. او يقسم المأمول ده عبارة عن مراحل مختلفة لحد ما يوصل المرحلة الرئيسية. يعني ايه? يعني مثلا لحضرتك وده الوقت قدام واقف قدام عمارة ارتفاع عشرين دور. وانت واقف في الدور الارض. عايز تطلع من الدور الارضي للدور العشرين. لو انت محزوز ومرزق العمارة فيها اسانسير حيتطلعك مرة واحدة. والاسانسير ده اللي احنا بنقول بافس والعمل ده يا امة. وسطة. توديك الشغلانة دي. او زي ما بكود ايه? ربنا كرمك وضربة حز وليك نصيب. وطلحت ووصلت مرة واحدة. ولكن الوسطة او ضربة الحز دي نسبتها بسيطة. وهنتكلم علاها قدام شوية. ولكن الغالب الاعام ان انت حتطلع العمارة دي يا شاب. دور دور وسلمة سلمة لحد ما توصل للدور العشرين. وطيب بوصلت للمأمول بتاعك. وكل ما صرحت في الخطة قللت في الوقت وصلت اسرع. بطقت في الخطة. هتوصل ان شاء الله ويكفيك الشرفا انك ايه? تسير على الدر. يبقى اذا دلوقتي نحل مشكلتي دلوقتي بشكل علمي باحد الحلوب. يا اما نرفع من نفس لحد ما نوصل للمأمول. يا اما اقلل المأمول شوية. او ارفع المأمول او ارفع الواقع واقلل للمأمول شوية حيث نقرب بالمسافة. او نسبت المأمول خلاص بس نطلع للمأمول سلمة سلمة. ودرجة لحد ما نوصل. لدرجة الدور العشرين ناخده كده الدور الاولاني ونشوف كم سلمة ونطلعهم الدوري التاني والتالت لحد ما نوصل للعشرين. تمام كده يا شباب? يبقى دي الحلول العلمية اللي انت تقدر توصل لها للرغبة بتاعك. وقال لك من ضمن الحلوث هساعدك ده حاجة اسمها صوات انالسيس. صوات انالسيس. وده من الصوات يعني الواحد يصوت يقول انا عاوز اشتغل يا خلي شغلوني انا قاعد مش لاقي شغل. لا. صوات انالسيس دي تحليل نموذج علمي وضع احد العلماء علشان نحل مشاكلنا به باسلوب علمي سليم. وده من احد النمازج. في نمازج كتيرة بس ده من النموذج اللي هو مناسب لنا. هذا النموذج ممكن يحل لك مشكلة ازاي توصل للهدف اللي انت عايز توصله. ايه صوات انالسيس ده? كلمة صوات انالسيس هي عبارة عن اربع حروف باللغة الانجليزية. اس و دابلو او تي. الاس جيد كلمة نقاط القوة. ده نقاط ضعف. فرص. او المخاطر. ايه كلام ده بقى? عايزين نفهمه بشكل بسيط. الكلام ده احنا عندنا اربع. الاس والتي ده بتعبر عنك انت. نقاط القوة اللي عندك انت. ونقاط الضعف اللي عندك. يا ريت بقى حضرتك كده ايه? دلوقتي او بعض المحاضرة. تشوف بقى ايه نقاط القوة عندك اللي تديك فرصة ان انت تشتغل. هنقول مسلا ناخد مثال واحد فيك وكتب دلوقتي انا عايز اشتغل في منجم السكري. منجم الدهب السكري من اشهر المناجم. واحنا ان شاء الله حيبقى امثلتنا كلها تقريبا هتصب في المناجم والمحاجر علشان الشباب عاملين المؤتمر تحت مسمى الماينج. فاحنا عشان ما نخرجش بعيد طبعا الكلام ممكن تطبقه في اي وزيفة وفي اي مشكلة وفي اي امنية حضرتك تقعدها وسهة. ولكن النهارده بس يعني عشان نمشي في سياق المؤتمر اللي هو ماينج. هناخد امثلة عن المناجم ومحاجر. يعني دل الامثلة اللي هنتكلم عليها في فرص العمل هي مناجم ومحاجر بناء على السياق العام اللي حضره الشباب في المؤتمر بتاعك. فحضرتك دلوقتي كتبت مثلا منجم السكري. انت عاوز تشتغل في منجم السكري. طيب. ايه نقاط الكوى اللي تآهلك ان انت تشتغل في منجم السكري. والله انا معاك الي يرس جولج ومنجم السكري بياخد الخريجين باكاليريوز جولوجيا. يبقى ممتاز اكتب ان انت معاك باكاليريوز. اه الجي بي بتاعتك عالية. تأديرك والتراقوم بتاعك كويس. ده نقطة كويسة. اه انا عندي خبرة كويسة لما يروحوا يمتحنوني ولا حاجة انا اقاري عن المعادن كويس والتماعدن وخاصة الزهب. وعند الار كتاب ولا اتنين. ده نقاط كويسة. والله ده واحد زميلي شغال في المنجم او منجم تاني. واداني فكرة عن الوضع في المنجم. ممكن لو سألوني سؤال اقدر اجاوي. لا ده انا اخي الريك بقالي كم سنة وشغال مش شغال في المنجم ولكن انا شغال في مناجم بسيطة او في منجم تاني. مش دهب بس انا اخدت فكرة عن المناجم. واصبح دلوقت عندي خبرة شوية. دي نقطة كوة. اكتب نقاط الكوة دي. اللي خاصة بيك انت. اللي يتأهلك ان انت تشتغل في منجم السكري. طيب ايه نقاط الضحف? اه نقاط الضحف في نقاط ضحف. فيك انت برضا. لا ده منجم السكري عايز خبرة خمس ست سنين. ما عنديش انا الخبرة. او خبرتي سنة. او انا لسه طال في سنة اولى اولى. فالخبرة عندي بسيطة. عايزة وسطة ومعرفة ما عنديش. عايزة وعايزة عايزة امكانيات وعايزة كزا وعايزة كزا ما عنديش انا كل ده. نقاط ضحف. ياريت تكتبها. اكتب انت اضرب نقاط الضحف بتاحتك. بس مش نقاط ضحفك بشكل عام. لا نقاط ضحفك اللي هي ما تخليكش تتعاين في منجم السكري. او في الشغلان اللي حدا كتاعدت تشتغل. يعني نقاط الضحف هنا مش بشكل عام. لا في نقاط السكري. والله السكري ده معظم مهندسين اجانب وبتكلموا اللغة الانجليزية. وانا اللغة الانجليزية عندي ضربة خلص. الانجليزي بتاعي في يومك. اكتب. فده نقطة ضعف. لابد انت تعملها. نقاط ضعف والله انا ظروف الصحية للأسف المنجم ده حر وبتاعه انا عندي. بايزة اندي في مشكلة ناحية الصحية مثلا. انا عندي فوبيا من الجبل والعقارب والتريشة وكل ده. ده مشكلة. انا عندي هوم سيكنس ان انا عندي ما قدرش هسيبي البيت وامشي. ده نقاط ضعف اكتبها. عشان انت عليكها. كل ده الاس والدابلو نقاط كوة نقاط ضعف اللي خاصة بحضرتك انت. طب في نقاط تانية بقى. او الفرص والمخاطر هي خارج عن ارادتك بقى. مالكش زنب فيها. الكورونا ده مخاطر. انا زنب ايه في الكورونا دي? ده حاجة ابتلها من عمد الله سبحانه وتعالى. وقفت الدينة وقفت الشغل. ما خاطر. وده دي ده. الشركة مش عايزة اصلا. خلاص الشركة استكفر. طب انا زنب ايه بقى? الشركة عينت زيادة ومش عايزة. ماهما ماهي ده ده سبب انت مالكش زنب فيه. الشركة دقول لك الله انا دلوقت انا عندي الخطة الخمسية خمس سنين مش هعين حد. انا عندي مهندسين والحمد الله والدينة ماشي كوي. طب انا بعد خمس سنين انا ليس اعقض خمس سنين ويعالي ما تعين ولا ما تعينش. يبقى ده ده ده. يهددك خارجي. ماهيش نقاط ضعفة ولكن تهديد خارجي. جاي لك ان انت الشركة دلوقت عندها استكفاء. خمس سنين مش هتعين حد. طب انا زنب ايه دلوقت في المشكلة دي. طب انا زنب ايه في كورونا. بس ده حديدات موجودة. هتعمل لازم تتكايف معاها. في فرص. اه ممكن فرص هي. انا سمحت ناس بقولوا ان ان منجم السكري هيطلب السنة الجاي. هيطلب ناس مثلا. فرصة. والله ده في واحد زميل يتعين و و و عنده فكرة كويسة. فرصة. في مؤتمر زي المؤتمر اللي احنا عاملينه ده. بيتكلموا عن المناجم وعن الدهب وكان لكم حضرتين عن مناجم الدهب. حضرت وخدت فكرة كويسة جدا. يعني لو دخلت امتحانات. دي فرصة. حضرت المؤتمر وحضرت المحاضرات اللي بتكلم عن المناجم. اكيد استفدت كتير جدا. اي مش انت لك دور في المؤتمر اللي عملت ولا حددت حاجات. ولكن دي كانت فرصة خارجية جات لك لحد رجليك. هل انت استغلت الفرص دي ولا لأ? خش على اليوتيوب واسمع. فدي فرص. اكتب ايه الفرص دي. فبالتالي كده يا شباب يا ريت اللي احنا بنقول تكرار تعال على نفسك شواء وهات ورقة وقلم وقتك. الصحة داك طالها ما حضرت المحاضرة دي دلوقتي. او هتسمحها بعد كده. فعليوتيوب انت اكيد بتسمحها لان عنوانها شدك. ان الفرص العمل. انت اكيد بقى اكيد عاوز تشتغل. فمش معقول انت عاوز تشتغل. وقاعد وتعبت نفسك. وكلفت نفسك. وقاعد بتسمع وخلاص. وبعد من خلص المحاضرة كان كلام جميل وننسي. لا. انا عاوز تكتب دي عشان تعيش الواقع. تعيش الواقع عشان تحل المشكلة ازاي تشتغل. لان انت خريج ولازم تشتغل. ممطلوب منك اشتغل. باباك صرف عليك ماشي خلال الاربع سنين. طب وبعد كده حصرف عليك تاني ما ينفعش. تزملك في الدول الخارجية من سنة من سنة ستاشر سنة البنت. خلاص بابا بقول له خلاص سيب البيت وتكال الله وقالي نفسك وشرابي نفسك. ما بقى لبقى بالولد. احنا بغض النظر انا عدد دي صح ولا غلط ولا احنا بنتكلم على فكر. انت حضرتك مطلوب منك ان انت بقى توقل نفسك ودعش نفسك. ما بالك تساعد في البيت. فدي مشكلة بالنسبة لك لازم تشتغل. فاتعال لنفسك وقتي. نقاط الكوة الخاصة بيك. واللي هي تؤهلك ان انت تتعين في الشركة اللي حالك هتشتغل فيها او المجال اللي عامل اللي هتعمل فيها. ونقاط الضحف الخاصة بيك برضك اللي هي بتخليك بترجع رجليك ان انت ما ترحش تتقدم ورقك للشركة. واي الفرص اللي قدامك ممكن فرصة تساعدك ان انت تتعين. وايه المخاطر اللي موجودة. واحنا النهاردة طبعا بنركز على مخاطر ايه? كورونا. عشان برضك ما تبقاش كلامنا نظر ما قلناه عملي. احنا النهاردة ان شاء الله يحدث الان في سوق العمل. يعني فيه شباب زيك. اكبر منك واصغر منك وفي سنة. بنين وبنات. البنات اللي بتسمعني اللي هي فيه بنات. دورت واشتغلت. خلاص كان الاول زي امان يقول لك للرجال فقط الفيلم المشهور ده. بس ظروف الحياة والدنيا اتطارك دلوقت ان البنت لازم تشتغل. لو انت ظروفك تسمح لك انت متشتغليش او تشتغل من شغل البيت يا ريد. فيه شغل كتير جدا دلوقت عن نت. وممكن الجيولوجيا تشتغل من البيت. وهنتكلم على امثلة. ولكن لو عاوزت تشتغل في مجال العمل والظروف دعتك الى كده مفيش مانع خلاص. مفيش حد يمنعي كده طالما انت ايه ملتزم بحجابك وبتعاملك خلاص. حتى الدين ما يمنعكيش كده. والشباب اللي لسه خريج وشغال نفس القصة. تعالوا كده ان شاء الله انا جيبتلكم ثلاثة امثلة من سوء العمل موجودين يا شباب. تلاميذ عندي وناس اتعرفت عليهم. وجايب لهم امثلة لكم عشان تشوفوا بس ان كلامنا مش نظري. ده شباب في سوء العمل بيشتغل. لو بيشتغل الان وموجود. والبيانات بتاعته موجودة. وانا يمكن اللي فيكم اشترك في قناة جيولوجيا العرب على اليوتيوب. انا عامل قناة جيولوجيا العرب. منزل النمازج دي وبتحكي قصة بالتفصيل. فانا جايب لكم ثلاثة نمازج مختلفة. النمازج دي حددت نقاط الضعف والتهديدات اللي موجودة في حياتها وهربت من التهديدات ونقاط الضعف. واستغلت الفرص ونقاط الكوى اللي عندها. وجالت له. كل اللي حواليهم دي عبارة عن عوائق موجودة. كل ده عوائق ومشاكل. فيه اللي هو زميله بيحبطوه. اهله بيحبطوه ما انتش نافع. مش لاقي شغله. والدنيا وقفة. والكورونا وقفة. وكل الشغل كله عايز وسطى. وانت هتروح تشتغل فين. والمكان بعيد. كل ده بنمر بيه كلنا. كل اللي انت شايفينها اللي وقفة دي قدامه عوائق. كسروا كل العوائق دي. وجيروا ومشتغلوا. وانتجوا. وغيرهم كتير وكتير. بس النهاردة عشان ما انتقولش عليكم انا اخترت لكم تلات امثلة يا شباب موجودين. ابطال الليلة بتوعنا النهاردة ان شاء الله اسلام وامجد وريم. امجد ده لسه بادي اول خطوة في حياته. عشان هنبتدي بيه. ريم في نص الطريق. حققت جزء كتير من احلامه. ولكن لسه برضك ما وصلتش لحلمها الكبير. الامل بتاعها اللي احنا كتبناه فوقه كده. اللي هو المأمول بتاع ريم. ريم في نص الطريق. اسلام الحمد لله وصل. وموجود دلوقتي في المأمول بتاعه. بس بعد ما وصل المأمول بدأ يطور نفسه وغير من نفسه. فاحنا ان شاء الله كده هنستعرض عليكم سريعا. الشباب دولة واسلام امجد وريم. دي قصته موجودة عندي على اليوتيوب على القناة ممكن تخشاش انا من ضغيرش وقت فيها. بس انا هتقول لكم باختصار. ولو كان في وقت في اخر المحاضرة ان شاء الله ممكن نعرض اجزاء من قصتهم اللي موجودة على القناة. ما كانش فيه وقت بخلاص سهل جدا انت تخش على اليوتيوب وتكتب قناة جيولوجيا العرب. وهتلاقي قصة امجد موجودة. وقصة ريم موجودة. واسلام ان شاء الله بنجهز معاه. هنعمل معها لقاء بإذن الله. وريف الفترة القادمة. لقاء كامل. هيتكلم عليه ازاي وصل لطموحاته واحلامه. وتبقوا اتبعوها بعد كده. تعالوا كده نبتدي امجد على اساس ان امجد ده هو اللي لسه يعني ايه قصته مبلغة الشهر. بص يا شباب. ادي امجد. تعالوا بقى نحطه امجد على المكياز اللي احنا عملناه. المكياز بتاعه. انت امجد دلوقتي بتاعمل تشتغل ايه امجد? قال لها دكتور ده طالب عندي. بتاعمل ايه امجد? قال لا انا عاوز اشتغل في شركة بطروق. خلاص ده حلم امجد. امجد حط الهدف الرئيسي بتاعي. طب ده الحلم. طب الواقع بقى بتاعك ايه امجد? واقع امجد يا شباب. لازم نحلل بقى شغل علمي. لازم نشتغل شغل علمي. الواقع بتاعك ايه امجد? امجد خريج طنطا جوفيزيا الفين وعشر. يعني لسه الفين وصحتاشر. معلش اللي اللي اللي. الرسمة عندي مش واضحة. الجزء ده مداري ايه الفين وصحتاشر. امجد خريج جيولوجيا الفين وصحتاشر. يعني بقى له سنتين تقريب. وخلص جيش. خلاص. ما فيش جيش. الحمد لله خلصه. ومع تمهيد ماجستير كمان في الجوفيزيا. كل ده عبارة عن نقاط كوف عند امجد. وخلص جيش. مع تمهيد ماجستير. اتعلم تعليم كويس وعند امكانات كويسة في الجوفيزيا. بس امجد ده من شهر تقريبا. شو بالكصة ده بتكلمان لكم. تقريبا معدتش اربعين يوم. كصة امجد ده غريبة يعني. وانت نفسك ممكن تكون امجد. يعني اكيد اللي بسمعني ده ممكن يبقى زي امجد واحسن من امجد كمان وبكتير. لان كصة امجد ده ما بتكلمش عن اواحد وهمي. ولا قصة خيالية ولا ده حدث زمان ايام ما قبله كورونا والدنيا كانت زي الفول. لا ده دلوقت قصة امجد انا احكيها بالزبط تقريبا حصلت من تلاتين او اربعين يوم. يا ام افاول رمضان اقابل رمضان بحاجة بسيطة. فامجد جالي الكلية وقال يا دكتور. لقيته محبط. زقان ايه امجد ايه القصة. قال لدلوقت انا ماجستير وتخرجته. ومفروض اصرف على نفسي. معادش بقى. مش عارضة ان والد يصرف علي. وما فيش شغل وخط تمهيدي. وعايز اشتغل في شركة البترول. وكل شركات البترول وقفة والكورونا مقفة كل حاجة. وكان محبط تماما زي حال كتير من الشباب. فانا سمحت له وبعدين قلت له حكيت له قصة ببسيطة. حصلت لانا شخصية. واحكيها لكم بعدين يعني ان شاء الله بالتفصيل. ولكن بشكل بسيط ان انا قلت له امجد. طب ايه ايه امكانياتك? تعالا كده عاد تتعامل معاي زي بقولك كده ايه? بالورقة والقلم. وقلت له ايه امكانياتك دلوقت? ان انت معك تمهيد ماجستير ومخلص خلاص ديش لان الديش برضك متعرفش تشتغل في وظيفة اللي لازم تكون معك شهادة الجيش. وتعلمت الجيو فيز. فانا قلت له طب يا لما لقيته محبط كده حكيت له قصة حاصلت لي انا شخصية. طب انت يا امجد دلوقت انت ماش معك موبايل. قال لي معي موبايل. معي جي بي اس. قال لي فيه جي بي اس. انا متعلم الجي بي اس. قلت له خلاص. انت ايه رأيك? ان انت الامكانيات اللي انت اشتغلتها دي. فيه في الحاجات المطلوبة دلوقت اللي هو رفع احداثيات الاراضي. سواء الاراضي الزراعية او اراضي المباني. او تأسيم الاراضي. دي من الحاجات المعامولة. لان الحكومة هتنزل قوانين في الفترة الجاية. هي كانت نزلته بس حصل على اعتراض وهينزل تاني. ان لازم اي حد يبنى واي حد يزرع واي حد يقنن اي حاجة اي ارض. لابد يرفع الاحداثيات بتاعته. ويبقى عندها تأسيم. ما تقسم يا عم انزل طبق الموضوع ده وشو في الدنيا فيه ايه? طيب. يبقى ازا ده انا قاتل قوة عند امجد ان هو معاه الجهاز بتاعه. او جي باس. ما عاش هيشتره ولا اي حاجة. ولا اي حاجة ده انا قاتل قوة. ايه الفرصة? انه قال لي بالفعل انا عندي الارض بتاعتنا ارض زراعية في المحل لها ووالدي وعمه وعاوزين يقسموه بتاعي. قلت له خلاص روح اتضرب فيه. ولما تتضرب هتأخذ خبرة وتعمل. الله يا شابه زي ما قال له كده. ما عداش خمستاشر يوم انلاقي امجد بيتصل بيا وهو فرحان جدا. قال له دكتور انا الحمد لله انا اشترقته معايا فلوس كمان. والله ابت فلوس. وعمل شغله وكان معايا فلوس. وكان فرحان بقى جدا. ما عداش عشر تيام او خمستاشر يوم والله يا شباب. وامجد عندك وبيحكي قصته وممكن تواصله معا وتسأله. عمل ايه امجد? فعلا لما قلت له الفكرة عجبته. روحان خلاص انا مش خسران حاجة. انا معايا الجهاز وهنروح ارض والدي وعمي ونحدد الارض والاحدثات بتاعه ناس يمهله. تمام? وبالفعل ابيعمل كده. وهو بيعمل كده حد من الجران. بتعمل ايه امجد? بنعمل واحد اتنين. طب انا احنا عندنا الارض. وانا واخوات مختلفين. وعاوزين واحد يقسمها لنا بالزبط والتأسيم. وبالفعل امجد بعد من خلص ارض والده بمجانا وتعلم فيها. وقال لك دخلت على اوتو كاد. وقسمت. ودخلت على جوجل ايرز. وجبت المكان كمان الخارطة على جوجل ايرز. الجر اللي في ريحه عرف. قسم له. عايز كام يا امجد عايز كاز. وامجد لو كان طالب اضعفش انا امجد كان لسه جديد في السوق ومش عارف. وفرحان بس اقلل الراجل مبلغ. الراجل دهوله. كان فرحان جدا. نقول لنا انا معاي فلوس. وبعدين بيكلمني. وقلت له بص يا امجد بقى طالب العام دوها ماشا. نزل على صفحتك على الفيس. الشغل اللي انت عملته. وكتب. ان انا بقى استغل في تأسيم الاراضي وتوقيع الاحداثيات وكذا. والله بالفعل يا شباب. ربنا كرمه. وهو اسمعوا بقى قصته. موجودة في الفيديو على المواقع شوفوه. عنده دلوقتي اكتر من اكتر من واحد بقول لك عندي سباح تامن اراضي. ما عاوزين يقسموا ويعملهم. ما بال كمان شركة بترول انا كتفيه شركة بترول واخدها كونسيشن. في مكان ما. واتصلوا عليه عشان نعمل لهم التوقيع الاحداثيات بتاعته. ووقع لمهندس كمان موجود فين عامل شغل على اسوار. بحضر ماجستير وكان حاجز حد يعمله خارطة توبغرافية. فانه لقيت نفس انا عارف اعمل درست ده. درست خارطة توبغرافية ودرست الكنتورماب. وعارف الاوتوكاد. وعارف ازاي جيب الجي بي اس. وتسمع قصته. امجد معداش عشرة ايام من بعد الاحباط اللي كان موجود فيها شباب. بقى معه فلوس. ودلوقتي اللي حمد بدأ يشتغل. وعمل نفسه مدونة كمان. ونزلت له الفيديو بتاعه على القناة. وحتلاقوها موجود على القناة. وبيحكي قصة حياته. اللي فيها اللي لسه بدأ. ده احنا قلنا ايه? احنا امجد جايبين امجد بس ايه? اللي هو بدأ القصة. اه هنا ايه. عدت انا كتبت له كده ايه? تعبت من قصر تبديمش اعاداتك للشركات والمصانع. ومش لقي شغل. اعمل زي امجد. يا عبد الرحمن الصوت واصل? اي حد يقول ليه شباب بس. نعم? ايوة الصوت واصل اللي عبد الرحمن? ايوة صوت حد داك واصل? لا صوت امجد اللي هو في الفيديو. لا ما فيه الصوت في الفيديو. طب الفيديو زاهر ولا فيديو مزاهر اصلا? هو زاهر بس ما فيه الصوت. طب خلاص يب هو ان شاء الله يبقى ايه الشباب يشوفها بقى على القناة موجودة. عشان منضحشها في قوقت كتير فيها يعني. واضح يا شباب. ده قصة امجد اللي هو اولى الخطوات. طيب. وهو دلوقت شغال خدمات جيولوجية وجوفيزيائية وممكن تتابعوا بقى قصته بعد كده. انت ممكن تكون واحد من ده زي امجد. والله النهاردة انت بتسمع الكلام ممكن من بكرة. من بكرة الصبح لو خريه جوة. وتعمل زي فكرة امد اوفق فكرة شبيهة بها. مش لازم زي امجد بالزبط. ولكن افكار شبيهة بها. وله عالة عايزة. يمكن. الظاهر يلعب معك وتلاقي. فرصة. تعالوا بقى القصة يعني بطلة الليلة يعني صراحة دي. ريم دي ما شاء الله عليه. ريم دي رغم ان انا ما عرفاش. لان طالبة من السيوط. ولكن يا لما عرفت ان انا عامل القناة وبنزل نمازج مشرفة كده عشان تحافز الطلبة للشغل. صراحة ما اتأخرتش وصورت فيديو وبعدت هولي. وانزلت قوله على القناة. ونفس القصة برضك الفيديو بتاع عريم موجود على القناة اللي عاوز اسمعه. ليه فتاة جيولوجيا صبورة. يعني بحثت لحد ما ربنا كريمها ولقت الشغل بتاعها. هنا برضك موجود على القناة. طالما الصوت مش واصل. في نمازج كتير يعني كمان مع ريم بس ايه. ريم دي قصتها صراحة قصة كفاح يعني. اهي. ريم برا اخد لقى قصة كفاح جيوفي زي وعمل. تعالوا كده سريعا برضك نستعرض ايه قصة ريم. تبصوا معي. نفس القصة الموديل حنحطه. الواقع بتاع ريم ان هي خريجة اسيوت 2016. يعني من 6 سنين بتاك ريم. طيب انت الامل بتاعك عاوز اشتغل يا ريم. قالت انا عاوز اشتغل جيوفي زيائية. جيوفي زيائية بس يقوم في اسيوت بلدي. ما تغربش طبعا هي ايه من اسيوت. انت عارفين ما شاء الله وبنته. ومن الجنوب ما بتحبش الغرب. ده املها. نشتغل جيوفي زيائية لانا بتحب الجيوفي زياء. ويكون في اسيوت. طيب بس هي عارفة ان هي مش هتوصل لده بين يوم وليلة. نفس القصة لواقع. عملنا تمثيل لريم عالمقياس الزمن التاح. نبص يا ريم. الواقع بتاعك ايه? خريج جيوفي زيائية خريجة اسيوت 2016. بعد ما اتخرجت عاطول يا شباب. كانت مطالبة المقتهدة بس ما كانتش طالعة من الاوائل. ما كانتش متعينة معيدة. ولكن كانت من الطالبة الاوائل. فتعينت في القسم مساعد باحث. كان في مشروع كده في القسم في اسيوت. مع بالاشتراك مع اليابان. وهي تعينت. ما تعينتش عشان ما تعينتش معيدة. خدها مساعد باحث في المشروع. اللي انا ينتهي المشروع. يعني متعينها بعق. ده اول خطوة طلعتها ريم. هل بقى ريم الدنيا مشت معها كويس وبيس والحمد لله ما فيش اي مشاكل. لا. ده قابلة مشاكل كتير. وهي فعلا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايوه الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقين. يعني هنتعب هنتعب. ما احدش يقول لي بقى ان الحياة سهلة والحياة زي الورد والدو دميل والدو وجوه ربيع انسي. اللي قالت ان الجوه ربيع وجوه جميل ماتت الله على منتح. فالحياة ربنا قال كده. يا ايوه الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقين. ولقد خلقنا الانسان في كبد معاناة. هي الحياة كده. علشان تحس الطعم الاخرى وبالجنة وبراحة الجنة. فمحدش يفكر ان هو مش حاجة بالمشاكل. ولا واحد ما قابله مشكلة ولا حاجة. نفكر نفسه الناس كلها الحمد لله. حياتها جميلة وماشية معاها زي الفل. زي نقولك زي سكينة في الحلقة وكده. وهي عيني جاية عنده بس هنا وانتهضة. لا. كلنا. كلنا عندنا مشاكل. كلنا بتقابلنا مع معقابات في حياتنا افتران. بس فيه اللي بينجح وبتعدى الخطاقة. المشاكل وفيه اللي بيحبط. وبينام وبيكسل. خلاص. انت عاوز تختار نفسك بقى. انت عاوز من انهم فيهم. ده انت اللي تختار لنفسك. انت عايز تتبقى ايه? ريم بالفعل. وريم جالها فرصة انت سافر اليابان. ولكن قابلتها عقبة. انه مخطوبة. وقفت بردك ونزلت على رغبة غطبة ومرضتش السافر. واحنا نحيا على كده وبركة الله فيها. عشان كده ربنا ما ما ضيحهاش. لا. ربنا عوط. وانتهى المشروع وما سافرتش ريم. وقعدت. بس ما ساكتتش. ودورت على طموحاتها. قدمت خدمة عملة فوي. لفترة. لحد ما جتلاها فرصة. هي بدأت كده ازا ما تقول بدأت تندى عليه. اشتغلت فين ريمة الشركة المصرية للفضاء والاستشعر عن بعد. في القاهرة. جتلاها فرصة قدمت وراءة واشتغلت. وده كويس ده شغل اي جيولوجيا او جيوفي ازاي في الشركة دي ده ممتازة جدا. بس ريم كان عندها عقبة برضك. لان احنا قلنا يا ريم طموحاتها ايه? انا عزي ديوفي ازاي في اصيوت في مكان. فكنا انا اشتغلت ديوفي ازاي بس في شركة المصرية في القاهرة. فكان عندها مشكلة الغربة. فحاولت تفكر ازاي تحل مشكلة الغربة دي. اتعلمت وسامعت ان انت ممكن تاخدي دورة وكورسات في الامن والسلامة. فعلي قالت كورسات امن والسلامة. وجلها فرصة في الفاسيوت في شركة كوكاكولة. تعينت مسؤول امن والسلامة في شركة كوكولة. خلاص يبا هيك شوف يعني الدينة ما تلاقيش حلت مرة واحدة. اشتغلت في تخصصها بس كانت في القاهرة في الغربة. طب راجعت بلدها اشتغلت في بلدها بس مشتغلتش في تخصصها. تجيبها كده تلاقيها كده. يا عسد. جلها احباط. ما شاء الله عليها ريم والله. ولكن كافحت. وبتنت في الشركة جهدت قبلتها ظروف تالت. شوف بقى كل الظروف دي بتقابلها هي. عشان ما تفكرش انت الواحدة. ده ريمة هي. عشان اي بنت بتسمعنا ولا حاجة تشوف تاخد ريم كده. وما بال بقى الشباب. يبقى المفروض الشباب هو اللي ايه? يكون اكثر التعازم من ريم يعني. قبلت تزروف صحية وتعبت وسبت الشركة وقعد. باردك ربنا كريمة وصحت وسكتت. لا. سمعت ان في وظيفة ادارية في الجامعة. دي وظيفة ادارية تابع الجامعة اللي هي تابع مدارس تابع الوحدات الخاصة للتدريب في الجامعة. قدمت فيها وقابلت والحمد لله وبقت ادارية وبتنظم العبارة عن ايه? المحاضرات. والكورسات اللي بتنظمها الجامعة. اشتغلت ريم. هل الدنيا بقت بيسمعك ريم وبقت مزبوطة? لا. قبلتها كورونا. شوف بقى كورونا قبلت ايه? كورونا قبلت عمجد من اول خطوة. وقبلت ريم هنا بقى في الخطوة الرابعة ولا الخمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد الخطوة الخمسة. كورونا قبلت ريم والمركز اللي كان موجود في الجامعة افل وكانت هي شغلة عقد اعادت في البيت. طب ريم هتستسلم? هتقعد سكت يا ريم? لا. سامعت ان في مصنع الاسمنت سيميكس في اسيوت. عايز ناس تشتغل راحت وقدمت عزيز النيا جيولوجي. قالوا لا للاسف مفيش مكان لجيولوجي. مش عايزين جيولوجيين او المكان مستكفي جيولوجيين. تي اس ريم? بس عشان يا مجتهدة? فبتاع الهي تشعار اللي الموجود في الشركة بص في شهاداتها اللي انت عندك امن وسلامة هو. طب احنا محتاجين واحد امن وسلامة. وانت عندك امن وسلامة. ما تستفاد بالموضوع ده خبرتك. وبالفعل ريم حاليا شغالة مسؤول امن وسلامة في شركة سيميكس او شركة اسيوت الاسمنت. وصلت ريم لحلماء لا لس هي ايفا اسيوت بس هي حلمانية بتجيوه فيزيائية في الشركة. او اي مكان في اسيوت. بس نقدر نقول ريم في نص الطريقة. ريم حتيقس? ما اعتقدش. شجعتها واصرارها وعزمتها اعتقد ان شاء الله ريم حتواصل. ده مثال في نص الطريقة هو. دي موجودة في نص. يعني لسه. يعشان كده مقولك يحدث الان في سوق العمل. ريم دي موجودة. وكل باناتة موجودة والفيديو بتاعها موجودة احنا متكلمش على شخصية واهمية يا شباب. وعلى فكرة يا ريم ده معرفهاش. هي كل عمالة سابعة واحدة زميلتها ان انا عندي قناة وبنزل ايه? امثلة او شباب بيشتغل في سوق العمل. ان هي تعمل الفيديو عشان تشجع الشباب التاني. وانا اعمل اعمل اللي يسمع الفيديو ده حضراتكم. لو بسمعني دلوقتي. سواء موجود مباشر او بعد كده هسمعني في الفيديو. وهو شغال وعنده قصة كفاحة. اتمنى. اتمنى اعمل اعمل خدمة للشباب. وهيبقى والله دي صدقة. لان الفيديو ده احنا كلنا هنموت والفيديو ده هيتيني على اليوتيوب. صدقة جارية. تصور فيديو وتحكي فيه تطورات او المراحل اللي انت مرت فيها لحد ما وصلت الشغل. معين. وما تستهزاش بالقصة بتاعتك. مهما ان تكون القصة بسيطة والله هتجيب حافز. يعني قصة ام جدال لما بقى لاش اربعين يوم من 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 القصة الحقات مشاهدات كبيرة على القناة. طبعا احنا مش ده لو حمو بك كان زمان وصل ملايين. ولكن احنا عشان علميا لو بصيت كده في نسبة المشاهدات في القناة. هتلاقي ام جداب قاله تلات ايام بس قصته نازلة. ووصل لربعمائة وخمسين او ربعمائة وتلاتين دلوقت. فده طبعا احنا متوقعين للمشاهدات تبقى بالملايين ولكن هو المجتمع العلم كده. بتصيد ناس عشان تديهم مشاهدات بس تعملها لا ترغب منها اي استثمار ولا اي داخل. لان اساسا مين اللي بيسمع. احنا المحاضرة دلوقت لو بصيت دلوقت. هنلاقي مين اللي بيسمع مجموعة يعني. لانا اتعدى الكام دلوقت. تقريبا ادي تسعة وادي تسعة تمنتاشر عشرين واحد. في حين ده لو محاضرة الحاجة تانية او واحد تاني بتكلم كان كنت تلاقي المشاهدات بالملايين. ولكن احنا بنعملها لواكه الله. لحد يستفاد بيها. فانت بوردك اعمل قصتك وسجلها بالموبايل وبعتها لي لواكه الله. تنزلها لحد يستفاد منا. زي ريهم. الله يبرك له. واكيد هتبقى حافز لكتير من الشباب اللي بسمعنا النهاردة. طيب. نيجي بقى نشوف لواحد ايه? وصل الحمد لله. تعال ان بص بقى الاسلام ده قصته طويلة شوية لانه ده وصل للحلم بتاعه. عشان كده احنا نبقى اخدنا تلاتة نعمازج. واحد ليست في اول خطوة. وريم في منتصف الطريق. اسلام الحمد لله وصل بالسلام. الواقع برضك نفس القصة هنحط اسلام على النموذج اللي احنا حطينه. عشان حاضرة تيجي في الاخر تحط نفسك على النموذج ده يا شباب. بعد المحاضرة دي هاريت تعمل النموذج ده. وتعمله النفسك كده ورقة وتشيله في المحفظة كده وكل عائقة وكل وظيفة تقابلك كده. وتفتكر الشباب ده وان مع العسر يصل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. اجتهد واشتغل وماليكش دعا. ربنا هيصلك الحال والله. وتعالى شوف اسلام. اسلام ده خريج كما اسلام. ده خريج الفين وتسعة. جامعة طانطة بقى قسم جلوش. اسلام هو خريج اول مطالع برضا خلص الجيش وبتاع. وبدأ حياته عاوز يطلع في مانجم السكر واشتغل. لان ليه واحد زميل واشتغل في مانجم السكر واسلام كان بحب يشتغل عايز مانجم السكر. فحدد هدف. بس هو عارف طبعا اسلام حاسن ان ده المسافة كبيرة بينه ونطعا في المانجم. فهو عمل المرحلة اللي هو قسم بقى ايه? عشان يوصل لطموحاته وقسمها لمراحل كده. لفترات. فاول ما طلع خد كرصات في المساحة. في القوت وكاد. وربنا كده مشتغل في مجموعة طلعت مصطفى كمهندس كده ايه في الطرق. بإمكاناته البسيطة. طبعا ما اسلام لحاول الله ما نهدش شهر ولا اتنين وقامت صورة يناير. ده اول عقبة قبلة اسلام. طبعا لسه اخرج الفين وتسعة وصورة يناير بعدها على طول. وطبعا ايه الصورة واضحة هي بتبقى لكم ايه? وضع اسلام يعني. عايز علم نفسه ويقول لك بقى اشوف نظرته ووضع تكذفه. الراجل يعني الصورة عبر مش عاوز اقول يعني. هيجي الوحدة بتتكلم يعني. ان هو لسه بقى دي حياته بقول لي ايه? يا مساهل وكيد انت عارفين اللي عاشر الصورة عارف ايه اللي حصل لمجموعة طلعت مصطفى. طبعا لمع زاله وقعت. وقامت الصورة. يقس اسلام بقى ولك الصورة وعلق الصورة واسنين الصورة ويسبه ويلعم. وما فيش شغل وما فيش? لا. ما يقس اسلام. اهو الخبرة اللي عات الشهرين اللي خدتهم من عنده طلعت مصطفى. طلع له بشهادة خبرة بسيطة. قدم هنا وهنا لحد ما راح مكتب استشارات هندسية وربنا كرم. اشتغل في المكتب ده شوية وفتر. حصلت له مشاكل في المكتب. فزهق منها وبس ايه? واحد زميله وكلمه وقال له والله في شركة حفر. قبار وبتاع ما قدمها. ده ميزة بقى اللي يروح سوق العمل. انت ممكن تروح شغلها متش حبيبها. بس بتوديك في سوق العمل. بتعيش تحط تخش جوه الموت. واحد هيقول لك ده في شركة كزا. انها ما طول ما انت قاعد في البيت ومستكين مين هيجي لك? ما تفكرش ان انت قاعد في البيت والصبح هتلاقي ايميل جاي لك من مدير شركة وسامن ركحي. الله ارحمه كمان ده مات. بقيت لك ايميل وقول لك لو سمحت ولو تكرمت ولو تفضلت. ممكن انت تنازل وتيجي تشتغل عندنا كبير جيلوجين في المانجم. ده حتى ايه? انا اعتقد ان ده مش هيحصل في الحلم اصلي. يعني حداك لو نبت وحلامت الحلم مش هيوصل كده. فما تقعدش في البيت. اطلع واشتغل اي حاجة بس خش سوق العمل. وانت هتعه. زي ما اسلام كده. مكتب استشارات هندسية واحد زميله قال له في شركة حفر وبتاع راح اقدم للشركة. وبالفعل اشتغل في شركة حفر. اهي بدأ. اهي حاجات جيلوجية. تحفر عبار وبتاع. نفس القصة مشاكل. الاسفينات طبعا كلكم شغالين وعارفين. وانت زنبا من هنا واسفين من هنا. مع مشكلة من هنا. ما تعرفش المشاكل بتجيلك من اين? من اي مكان. هي تلاقيه كل يوم نزلانك كده. وده وضع الحياة. لان الانسان يعني انك كادح الى ربك كده. ولكن ربنا بيختبرنا وبشوفه. المهم بدأت تندع مع اسلام. وسامع ان فيه شركة بتعمل خدمات للمناجم الدهب. اهي بدأت ريح الدهب يظهر. يا طبعا يا دبا شركة بتقدم خدمات. قدم فيها وربنا كيروم واد اسلام في الشركة هوا. وهو اسلام نفسه اللي بعت لصور. وشو بقى اسلام يعني اتطور شوية. من ان كان قاعد كئيب اهو يعني في الجبل لوحده في الحر وفي الشمس. والكاب بتاعه هي عزيزة الموية بتاعتها في جيبه. ومعها الخريطة وشغال بيقدي في تخريط وبيحدد مناجم واستكشافات. خدمات. اشتغل شوية في شركة الخدمات. واردك نفس القص. المشاكل. هل اسلام يأس? واقعد في البيت ولا خلاص مش نفعة? لا. ربنا كيرومه. وفي شركة اجنبية مجموعة اريتش اي. دي عبارة عن مجموعة شركات استشارات وشغل مناجم. ومحاجر اسمان. راح قدم فيها. وربنا كيرومه. واشتغل كبير جيولوجيين في الشرك. شركة اجنبية. ومحاجر اسمان تاي شغل جيولوجيا. وكبير جيولوجيين. يعني المرتب بقى كويس. والاشياء بقت كويسة. والدنيا ماشى. معاه. وخلاص مفيش مشاكل. وبدأ ايه يرتاح شوية والتقط انفاسه. ان دي شركة اجنبية. وحياخد فيها خبرة. وفي مجاله. ومحاجر. الدنيا تسيب اسلام في حاله. ويزبط نفسه. لا. قبلته كورونا. نفس الكس. هتلاقي كورونا برضك قبلته في المشاكل. يستسلم اسلام بقى نفس الكسة. يلعن الزمن والايام وكورونا والدولة والبلد والكان والماني وعلق شمحته. ويكتاب ويقعد في البيت. او يروح يجيب له توكتوك ويشتغل عليه وخلاص. لا. ما يقاسي اسلام. قاعد يدور ويشتغل. ربنا كرمه بقى بعدها فين? في شركة اسمنت في سين. وبقى ده لده مكان كبير جيولوجيين. لا. ده بقى كمان مدير قطاع المحاجر. في شركة اسمنت في سين. اهو بقى طبعا الصورة. اهو اسلام طبعا. شو بقى? فارما بين الصورة دي الصورة دي. بص. اهو بقى حاطة ديف جيبه. الراجل مدير بقى. مدير محاجر واي بيدير على المحاجر. بس وشغل. بس برضك شغلة مدير وشغلة اسمنت كويسة ومرابتة كويس. بس اسلام عنده الهدف الاساس بتاعه. مش نسيه. هو برضك اسلام جاية في دماغه منجم السكر. هي جاية ضربة في دماغه منجم السكر. وبالفعل ربنا كرمه. وعرف ان فيه منجم السكر اوزولوجيين وبسرعة خد خبرته وخد كل اللي هو خده ده. وقدمه في المنجم. شوف بقى منجم السكر اشتغل بقى اسلام. اشتغل في الفين وعشرين من السنة اهو. يعني بعد كم سنة شباب? بعد احداشر سنة. اسلام حق حلمه بعد احداشر سنة. وشوف اسلام بقى صورة اسلام اللي هو بقى تالي. بالزبط كده فاكرين كده عن طريب مشداد. لما كان بيحلم ان هو اتجاوز عبلة. وبعدين رجع لها بحمر النعم. اهو اسلام بالزبط كده بقى. الحمد لله. فاز بالمنجم. وكمان المنجم اداله حمر نعم كمان. ومتصور اهو بقى شوف اسلام بقى دلوقتي. وحوالي حمر النعم تحس ان قصة عنطر ابن شداد والله. بعد ما رجع كده العبلة بحمر النعم. ورجع رفع دراسه. مبسوط. لان هو طلب العروسة بتاعته كانت غلي. واسلام برضا في نفس القصة. كان هدفه كبير وعالي. بس ما يأس. وما عادش. ده اشتغل. ووصل. وربنا كيرم وشبابه. لا وغير كده كمان خد مجسير عندنا في الكلين. حصل على المجسير. لسه الشعر اللي فات. وده صورة للمجسير كمان. ولسه بيعمل كمان وكمان. وده ربنا يسائل كده ايه. ان شاء الله اسلام. نعمل معه مطول على القناة. ونعراته لكم ان شاء الله في الفترة القادمة. يبقى دي كلها نمازج يا شباب. ياريت استفاد مني. دي موجودة في سوق العمل. والكورونا قبلت. بس ما يعوسوش مع الكورونا. ده بالعكس انت ممكن تبقى كورونا ديت. بالنسبة لك حافز. ان انت تقدمك وتخليك تتطوع. ياريت نكتب النمازج دي. ونعرفه عشان نستفاد به. تمام كده. يبقى احنا خدنا امجد. فوقول الخطوات. ريم في نص الطريق. اسلام وصل الطريق. في نمازج كتيرة موجودة. واتجاهات عمل حديثة. كل ده موجودة على القناة. ياريت لو دخلت هتلاقيها ان شاء الله موجودة. بس احنا مش عاوزين نضايع وقت كتير. فيها لان حاجات دي ممكن تشوفها. تعالوا نبصوا بقى بعدها. اكيد طبعا انت بعد ما شفت اسلام ده لسان حالك. صح? مين يا شباب لسان حاله كده بعد ما شاف اسلام كده رجع بحمر النعم واشتغل في منجم السكري. قاعد كده هو قاعد مكانه. وقال لك اهلا ولعبت يا ظهر وتبدلت الاحوال. وتقول لك اكيد لك في ناس كتير تقول لك كل الناس بتمشي معها الدنيا ما جاية عندي انا ووقف. كيان الدنيا مستقصدان. كيان انا الوحيد اللي ماشي خلف الناس. وهي دايما الدنيا سايبة الناس كلها و جاية علياني. وعملت تغني بقى وتسمع لي الاسم ايه ده احمد شيبا وعملت قولي الليل تسمع لي اهلا ولعبت يا ظهر وتبكي وتلعب في الدنيا وفي الايام. لأ. انت الظهر جاي لك لحد رجليك. والظهر اتنطط قدامك بس انت اللي معلعبتش به وانت اللي ما خدتش بالك. وانت اللي ما فهمتش الرسالة اللي جاي لك من ربنا. ان الظهر جاي لك كتير يا شاب. بس انت اللي ما عارفش استغله. ازاي ازاي ما عارفش استغله? تعال نشوف مع بعض. ازاي بقى ان احنا بجينا فرص? بس احنا اللي ما نقدرش نستغل. لا صح. والظهر يعني بالسان حال كده الشباب دلوقت الظهر لعب معك كتير بس انت اللي ما عرضتش يتلعب معك. المشكلة عندك مش عند الظهر ازاي. بص يا سينا. نقطة مهمة جدا بقى عازك تكتبها في الورقة كده. وليالك ما تسألش. وده من خبرة الحياة والله بتاحتي. غالبا متأت الفرصة غير واضحة وغير مباشرة. الفرصة بتجي لك كتير جدا. انت قاعد تلعن في كورونا. روح اسأل دلوقت بتوعي الصيدليات وقول لهم كورونا دي حلو ولا وعش. انا مش عادة هقول لك يقول لك ربنا يكرم وكورونا دي تلني لها عشرين سنة كمان. بتوعي الصيدليات والدكاتر. احنا طبعا ما يقولش حاجة وربنا يشيل الغمة بس خلاص هي فرصة وجات لهم. وما الناس ما بيتمنوش الشر. بس هي فرصة. جات لهم. وهدي عام دي من اكبر الشركات التجارية اللي بتقول لك اكتر من ميتين ستة وستين مليون دولار في قيمة فرص الاستثمار بسبب كورونا. يعني كورونا دي ده ده نعيم لناس تاني. اللي احنا شايفينها جحيم. ده جاية نعيم. ما هي مصايبه قومن عنده قومن فوائده. فانت حضرتك الفرصة بتجي لك. وبتجي لك كل يوم. بس مشكلة انت مش شايفة. لانها بتيجي ساعات مش واضحة المعالم. وغير مباشرة. زي ما وقالت لك كده. ما تفكرش ان انت قاعد وحيجي لك ايميل او التليفون حد اتصل معك وقول لك الله احنا مانجم السكر محتاجة بكرة ضروري. مش هيحصل. واليوم يا مدجوم القيامة. مش هيحصل. بس الفرصة بتجي لك انت اشتغل في مانجم السكر. بس انت اللي مش شايفة. الفرصة بتجي لك يا شباب كتير جدا. بس بتبقى فرصة غير مباشرة. ومش واضحة. معلش عن. كلم انا بقى المثال ده عن نفس انا مواقف حصلت لانا شخصية. فرص وكان عندي امال كتيرة جدا. وحققات الامال دي اوجات لي بشيء. ما كنتش اتوقع ان هو ايجي. خلص. بص كده يا شباب. ده عبارة عن ايه? ده تدريب صيفي للطلاب قسم جيولوجيا بالجامعات المصرية. ان دلوقت الجامعات الجيولوجية بالتنصيق مع المركز الكليمي البحر الاحمر. دلوقت كان قبل كورونا بدأ فكرة كويسة ان احنا نعمل تدريب صيفي لطلبة الجامعات الاوائل في قسم جيولوجيا والجيوفيزياء وجيولوجيا وهندسة وديغرافيا. ان هما يحصل لهم تدريب صيفي او مرتين في السنة. مرة في الصيف ومرة في الشد. وده كان التدريب الاولان. تدريب ده امتا بقى يا شباب بص معا كده. تاريخ بتاعه كان تلاتين سبعة. تلاتين ايه? سبعة. طبعا تلاتين سبعة انت عارفين تلاتين سبعة جاو عامل ايه? وفين يا شباب? في القصية. مدينة القصية. طب ايه ارتباط ده بقى موضوعنا النهاردة? انا حصل معا شخصيا. بص معا. انا كنت شغال بحث علمي على ساحل البحر الاحمر في مدينة القصير على الشعاب المرجاني. اللي موجودة دي. وكل سنة بنروح رحلة لطلب الجيولوجيا. سنة رابعة. وبنروح شهر اتنين او تلاتة. وبيب الجوا حار. زي ده بحث خاصة بي. يعني انا القصير دي ردمها. من يوم ما اتخرجت. روحت اكتر من عشرين. خمسة وعشرين مرة. من يوم ما اتخرجت القصير ده تقريبا سنويا. اللي ما يكن عنده ظروف. بروح رحلة طلبة قصير. يعني قصير ده حافصة. وبروح شهر اتنين وتلاتة وبيب الجوا حار. زي ده ما شغال في بحث علمي. والبحث العلمي ده. بنروح كتير بردك. بس بنروح في الشتاء. لان الجو في الصيف من اول شهر اربعة وخمسة وستة وسبعة. نهر الله المكادة في القصير. تمام كده يا شباب? طب ايه ارتباطة بالموضوع ده? ايه ارتباطة ان الفلسة ما يجيلكش موشان. انا شغال على الشعاب المرجانية كنت بكتب بحث علمي? على الشعاب المرجانية اللي موجود على الشط. وكان نفسي انزل جوه البحر اجيب الشعاب المرجانية اللي عايشة حاليا وادرسه. بس كل ما بص البحر لمعايا امكانيات ولا عندي خبرة ولا عارف ازاي ينزل جوه البحر كده. ارمي نفسي في البحر يعني. مفيش. والامكانيات بتاعة الكلية او البحث العلمي الكلية فيها لان بتصرف على البحث العلمي. بس مهما انياكم برضك الامكانيات في حدودها. ان انا اجيب العينات اللي موجودة على الشط. انما معيش امكانيات ان انا انزل جوه البحر وفي عمق البحر اشوف العينات. فكان الواقع بتاعي ايه? ان انا عند عينات جاية من على الشط. وشغالة بحس العلم. المأمول بتاعي برضا ان انا كان نفس اجيب مرجين وشعاب مرجنية او ادرس شعاب المرجنية او اشوفها اللي موجودة في قاعد البحر. تمام كده? طب ده ارتباطه ايه? ايه علاقة ده بالكصة دي? هي علاقة يوم تلاتين سبع قبل العصر. شغال في البحس وبكتبه ومش فاضي والجوه حر ومشغول جدا وبكتب البحس ده خلاص انا سلمت ان انا ايه شغال على الشعاب المرجنية اللي موجودة على الشط وخلاص. وبعدين اللي حصل يا شباب ان واحد زميلي الدكتور سامير ده اتصل علي يوم تلاتين سبع العصر بالزبط. وقال لي والله احنا رحين فيه رحلة كزا كزا القصير والزميلي اللي كان رايح حصلت الظروف او لقى الجو حر اعتذر ومش رايح وعايزينك تيجي معا طبعا انا من اول واحدة اجي معاك وفين ده انت دلوقت خلاص ده النهاردة العصر هتوبولي لو تبس هتحرك من طنطة صلاة العشر يعني قدام اربعة ساعات بس وانا شغال في بحسة اصلا ومش فاضي سنين الجو حر نار ثالثا انا حروح القصير دي اما انا زهقان من روح القصير اصلا يعني ما فيش اي ميزة تشجع الواحد ان هو يروح القصير خالص بجد ولكن انا منعاتي دايما بحبش اصرح في اي اتخاذ اي قرار لازم افكر شوي فهو يتكلمني العصر قزم يقول له طبيعي انا مش اقدر اقولك اي ولا لا سيبنا صلى العصر وبعد صلاة العصر ارجع اقولي والله سبحان الله وانا بصلى العصر دعيت ربنا دعيت ربنا هداني كده قال لي يا عم روح دي خدمة للطلبة وحاجة الوكي اللي هتقعد لك وما فيش مشكلة ده اسبوع هتخلصه تيجي وبالفعل وفق وقمت على طول جهزت شنطتي لان كانت خلاص اللي توبس هتحرك من طنطة وانا بعيد عن طنطة قدامي ساعة ونصف عشان نوصل يا دوبك جهزت نفسي وجوه حر وانا عارف ان ما فاش اي فايدة بس قلت يلا خلاص تاكل على الله طالما حاجة الوكي اللي تمام يا شباب ويشاء القدر والله يا شباب يشاء القدر انه احنا في الرحلة ربنا يكرمنا ويجينا عرض من في بورتغالب انه هو قال لك عرف الرحلة فواحد كان واحد جوليجي موجود وقال لك خلاص عشان الرحلة ديت انا هنعزمكم اخر يوم ان انتوا تقضوا يوم كامل في الجلاس بوت عشان تشوفوا الشعاب المرجانية اللي موجود شفتوا بقى الفرصة جات منين رغم انها غير مباشرة تماما ولكن انا استغلت فرصة وروح فربنا انعم علينا وبالفعل شفت هنا وانا شغال وانا حتى كنت مدي ضهر البحر ازا اقام منه لانا مش عارف انزله هنا دلوقت شوف بقى وانا واقف الدنيا اتغيرت خالص لما رحت الرحلة وربنا اكرمنا وضي الجلاس بوت اللي كان نفسي اشوف جلاس بوت عشان اشوف وانا تحت اهوت ووجود في الشعاب المرجاني ونفس القصة صورت فيديو كبير وحطيته برضك على القناة تحت شاهد شاهد قاع البحر الاحمر من خلال الجلاس بوت او قارب الزجاج والحمد لله ربنا اكرم وما بالكده يعني ازيدك من البيت شعرا والله انا كان نفسي اشتغل واروح اسوار انا اشتغلت في مصر كله من شرقها الغرباء من اول سينة من عن الحدود ما بين طابل حاد واحد سيو بس كان نقص لي في مصر فقط ان انا نفسي اشوف محجر الجرانيت بتاع اسوار بس ما كانش فيه فرصة ومش مجال بحسي عشان اروح اشوفه لان انا طبقات والجرانيت ده سخور نارية فمش مجالي بس كان نفسي اروحه فعل والله ايو سبحان الله ان احنا رحنا الرحلة دي في الصيف وقالك ان احنا هنكررها تاني ان شاء الله تدريب الصيف في الشتاء وحدبقى في اسوار واخترونا عشان انا رحت في رحلة الصيف اخترونا في رحلة الشتاء برضا وروحت اسوار وحنوريكم ان شاء الله هتيجي في الصور في محجر الجرانيت يعني شفت حلمين كبار جدا كانوا عندي بس جولي فرصة ايه غير مواضحة وغير مباشرة وده اللي انا اقصد منه الفرصة ممكن تكون غير واضحة وغير مباشرة بس استغل الفرصة اللي تجيل استغل الفرصة واتحرر واعمل وربنا ان شاء الله وازاي تشغل مخك فيها فده نفس القصة هاي الحمد لله ربنا اكرمه وانعم عليه تمام يا شباب من الحاجات التانية كمان اللي احنا بننفسها بشكل خاطئ مقولة فكر خارج السندوق تيما مقولة صحيحة ولكن احنا احيانا بنفهمها غلط يا شباب وبنفهمها بشكل خاطئ يعني ايه فكر خارج السندوق واحيانا الواحد يبقى خريج جيولوجيا وقولك انا فكر خارج السندوق ده واحد زميل يخريج زراعة وبيعمل نباتات زهرية وورد وبيتجرفها وشغل انا هحيشتغل معها ده فكرة جميلة وبتاع يا عم انت جيولوجيا بتراجل بتاع الصخور مالك ومالي الورد والنبات وقولك لا ده فكرة رائعة وفكرة خارج السندوق زي بالضبط الموظف ده ما جايب لك سندوق بره خاصة وقولك هده انا جبت السندوق وبفكر فيه انت ممكن ما تتحقش على الكركديدة اللي انت ممكن تكون زيه انت خارج جيولوجيا وامكانياتك جيولوجيا انت بتفكر ليه في شغلانة تانية مش جيولوجيا وش الاول تفكر امكانياتك ودماغها في جيولوجيا تقولي فكر خارج السندوق يا عم انت خلصت الافكار اللي جواه السندوق انت عندك صندوق اصلا يعني عجبني كده ما قولت اي نشطاني ولك ايه تعلم اساسيات اللعبة ثم العب احسن من الاخرين يعني الاول اتعلم اللعبة الاول و بعدين اتبالعب زي احسن اعمل لك صندوق الاول وخلص الافكار اللي فيه وبعد ما اتخلص الافكار اللي عندك اتبقى اشتغل فكر خارج الصندوق فدي من الحاجات اللي انا برضا ققعت فيها بس ربنا سطر ونهضت نفسي واستغلت الصندوق بتاعي. كنت هفكر برضا خارج الصندوق وطالع بقى ومتأثر بالتنمية البشرية ولازم نفكر خارج الصندوق ولازم نعمل حاجات واو ومش عارف ايه. بس ربنا كرامني رجحت تاني استغلت الصندوق بتاعي. لقيت الصندوق بتاعي مليان زخائر. عارف كده بالزبط كده زي كنز علي بابا انت عم مخك والله كنز الجيولوجيا اللي انت تعلم تفهم فيها افكار وفيها حاجات كتير جدا. تعالش ان ما نطولش عليكم برضا كان خايف مطول. بص معنا. انا بعد ما رجحت مع الدكتوراه من اليابان سنة 2006 راجع بقى متأثر باليابان وافكار اليابان والتطور واليابان والافكار دي فرجع بقى انا لازم ايه افكر خارج الصندوق ولازم بقى اشتغل شغل تطبيقي ومجالي انا مجالي اسيسا طبقات. شغل طبقات ومع احفير. لازم بقى اشتغل ايه? اطبق بقى شغل الطبقات وشغل الاحفير اللي موجودة معايا دي. الدنيا معايا عبد الرحمن الدنيا ماشية ولا فيها اصلا حاس الدنيا هادي خالص. معايا عبد الرحمن او اي حد يزوم على الشباب كله تماما محمد كله تماما ماشي شكرا تمام يا دكتور نعم تمام يا شباب بص معايا شباب بقى انا بقى بردك نفس القصة دي فكر فاري الصندوق واحنا بنوع فيه بتسيب امكانياتك وتبص برا وتفكر فاجأة صندوق حد ما تيأس انا رجحت بعد الدكتورة حصلت على الدكتورة من اليابان في 2006 ورجع بقى متأثر انا شغل طبقات وحفير وعايز بقى اشتغل شغل تطبيقي وحاجات تطبيقية وتفيد الدولة والبحث العلمي ما كانش حاجة مفيدة مش هعمل وعمل افكر شمال وفكر يمين طب اشتغل ايه واروح فين طب اشتغل جيوفيزيا بحباب انا عاوز اشتغل بقى جيوفيزيا وشغل البترول واستكشافات والحاجات كلها وانا اساسا ايامنا ما كانش درس جيوفيزيا اللي هم مساحتين في تيرن ومعنديش اي فكرة اجيب بقى شغل جيوفيزيا واجهزة وبتاع وزاكرها من الاول خاص وابتدي من الصفر وانا سايب كل امكانيات بتاعت الطبقات اللي تعلمته ماجستير ودكتوراه وحصل على دكتوراه من اليابان بس انا عاوز اشتغل حاجة خارج الصندوق وده الخطأ اللي كنت حقع فيه ربنا سطل المهم ان انا بعد ما رجحت ان هو زي ما قلت ان انا القصير دايما بروح اول ما رجحت قالول ان انت لازم تروح رحلة القصير مع الطلبة علشان تشرح للطلبة هنا قلت له ماشي فطلعنا مجموعة مع بعضهم معنا معادي بص معايا بقى يا شخباب اثناء الشرح كان فيه جهاز جي بي اس اللي هو الاصفر اللي تحت ده جهاز جي بي اس اللي هو اول ما رجحت في الفين وسته ده كان الموجود انا مدرسه وانا طالب ما كانش موجود ايامنا بعدين لقيت معايد بيشرح للطلبة ازاي يستخدم جهاز جي بي اس انا ما عرفش الجهاز وعرفش اشتغل فيه هل بقى انا اعمل بقى نفس انا راجع من اليابان ودكتور ولا ما عودش اسمع معايد بيشرح ويعمل لا انا تعلمت اليابان ان اي حد معلومة والرسول والسلام قلت الحكمة ضلت المسلم اينما وجده فوق حق سألت المعايد ايه ده قالك ده جهاز جي بي اس وبشرح للطلبة وقفت ومسكت الورقة والقلم وقعدت نكتب واعمل زي اللي بيشرح لتطلب بالزبط قالك يا عام الجهاز ده عبارة عن ايه ده جهاز جي بي اس بيحدد المكان اللي انت موجود فيه احنا وقفنا هنا في الجبل اخدنا عينة بكتب النقطة دي نقطة ايه مثلا او الف وبجيب احداثياتها خد الطولة والعرض وبكتب وبامشي مسافة وبجيب عينة تانية وتبقى النقطة بيها وجيب برضك الاحداثيات بتاعته وقالك الجهاز ده ممكن يعرفك ايه المسافة بين الف وبين المسافة الدين تقس بالجهاز وهكذا وممكن تعمل شكل مغلق ويجيب لك الجهاز وجيب لك المساح خلاص تمام كده اتعلمت وخلاص وما شغلتش بال جي بعد ما رجحت الرحلة فترة واحد قريبي قال لي بما انك الجيولوجي ده انا هشتري ارض في الصحراء علشان نزرحها وفلاحين عاوزين نشتري ارض هناك ازرحها تعال شوف لنا الخبرة في الجيولوجيا فانا قلت انا مال ومال القصص ده يعني اشتري ارض وارض صحرة انا راجل جيولوجيا عاوز جابل عالي وفيه طبقات واجيب طبقات واجيب حافير ونحكي قصة كده حلوة انما هتودينا ارض مسطحة ما فيهاش الرملة اللي موجودة بس وما فيهاش اي حاجة وانا هشتغل فيها ما عنديش فكرة خلفية انا مانتقول انا هروح ليه قال لي بس تعالوا بتاع ايه المنطقة يا شباب منطقة اسمها المنطقة المغرى هنا اكيد عاكدوا عارفين ما انخفض القطرة كانوا بمدينة العالمين تقريبا 65 كيل المنطقة هين المهمة برضا كنفس الكصة قلت ايه والله اروح استفاد مش مشكلة يمكن تشفيتهم بحاجة وبالفعل روحنا الارض هات وشفنا وقال لك هنعمل ونخلي ونطر وهما اسناء الكلام صاحب الارض قال لهم خلاص عجبتكم احنا مستنيين مهندسين بتوع المساحة حييجوا يقسوا يقطعوا الارض الارض عشر تلاف فدان وحيقسموها ويعملوها فقدامنا تلات اربح شهور وعايزين منكم مبلغ تدفعوه ليه لان قال لك تقسيمة الارض ديت هتاخد مبلغ كبير جدا ممكن توصل المبلغ ده مئة الف جنيه ويه تلات اربح شهور وانا واقف يا شباب حتى فكرت هو انا قلت لهم يعني انت عاوزين ايه من الموضوع قال لك لا هم بيجوا وزبطوا مكان ويحطوا لاجهزة لاجهزة المساحة طبعا الناس بتقول المساحة عارفين المساحة المختلفة دي كلها انا مدرسة اشتراحة مساحة وانا طالب ولا اعرف اللاجهزة ديت وقال لك ده اجهزة كبيرة وتقعد شهور ويعمل ويخلي انا وانا فكرت هنا بقى جات الفرصة هاي دي الفرصة طب يعني انت عايزين يقال لك الاول عشر تلاف فدان لازم يحدد الاربع اماكن بتحه ويقيس المساحة وبعد كده هيقسموه فانا فهمت منه كده طب ما احنا فيه جهاز اسمه جيبي اس جهاز صغير زي الموبايل كده فعشر دقايق تقف في المكان وتجيب الاحداثيات وتروح المكان التاني لين الارض كانت مستطيل يعني المستطيل اربع نقاط هقف على اول مكان هاخد احداثياته واروح على المكان التاني هاخد احداثياته واقول للجهاز هتلي بعد المسافة به من الف واجيب النقط واجيب جيم ودال زي ما احنا تعلمنا في السنة في الابتدائي والاعدادي المستطيل قال بيجيم دال واجيب المسافة وتقيس الطول في العرض خلاص مساحة فانا قلت له طب انا ممكن اعملك الكلام ده في التلات اربح ايام ومبلغ زهيد جدا استغرب ازاي قلت له يا عم اي وفيها جهاز ده لوكتو بتاعي مكنوش مسدقين وبالفعل جيت رايح الكلية شفت امين المخازن عندها بقول له لا جهاز دين تشارين امينو سألت زمين تشارين كلام ده قال لك ده فيه شركة في مصر في كذا خلاص بكم الجهاز بتلات الاف جنيه رحنا اشترينا الجهاز وجيت علمت واحد قريبي ان هو يشتغل ازاي لان طبعا انا شغال البحث الان فانا قلت له تعمل كذا كذا وتعمل بس ايه اللي هي نسبة في الاربع قال لي خلاص والله يا شباب اشتغلنا وعمل شغل انا مش هاده اقول لك انا بحتي الفكرة دي بس البسيطة هاي شوف فكرة بسيطة خالص وانا مكنش متعلمة ده معيد كان بيشرحها في الجابة للطلبة وانا ما استكبرتش بتعلمتها مش هاوز اقول لك يعني في ساقة في كانت الفكرة دي في 2007 انا كنت راجع من اليابان في 2006 كانت دولار بخمسة جنيه ورابع على خمسة جنيه ونص انا تقريبا ربنا كريم للفكرة دي تبعتها وطلع مكسب عشرين الف جنيه عشرين الف جنيه دولار بخمسة جنيه ونص الوقت الدولار يعني تلات اضعف اضعف في تلاتة لفكرة بس كجيولوجي ان انا قلت ان تجيب الجهاز وتعمل كذا قلت له خلاص اي شغلانة تعملها يباني ليه انسبشانا صاحب الفكر او علمته وعرفته هيعمل ازاي واشتغل وبالفعل قاعد سنتين يشتغل ويقطع في العشر تلاف فدان والعشر تلاف فدان يقطعها المسافات لقطع صغيرة عشان الفلاحين اللي بيشترهم وهاية الاستصلاح لازم تقدم في الورق اللي انا حكيتها الامجد ان انا قلت له ده هو اامجد راح نفسها ان اي ارض عشان تقننها لازم تجيب احداثياتها وتوقعها على خريطة وبعدين تقدم الدوسي فهي الاستصلاح في مصر علشان يقنن الاراضي جات بقى شوف عشر تلاف فدان اهسمها بقى كل عشر تلاف فدان اهسمها لمساحات اقل لخمس فددين وست فددين وعشر فددين وكل واحد بيقسم له كسب منه وانا قلت له عشان انا صاحب الفكرة كان ليه نسب فتخيل بقى شوف ربنا كرمني في المكسب تخيل بقى انا لو جولوجيا وفاضي ومعنديش بقى حسن علم والجامعة كنت اقعدت كان زمانة احسن من الجامعة بكتير من دلوقت ان انا لو لسه ما زلت شغال يعني لو كنت شغال بقى هو شغال وكسب وربنا كرموا كتير جد فده فرصة جات لهاي واستغلت طب المكسب بقى وهيشوف بقى رغم ان راح مكن وكنت بقول انا راح اعمل ايه ونكنش مقتنع هال المضاعف عندي كده لا بص معي ايه اللي حصل وهنا هي ادي احنا قسمنا لهم الاراضة وكنا معاهم لانا كنت شغال بقى بحس علم في المنطقة دي والناس صوف بقى بعد ما كانت صحرة حفروا ابار ابار مية هي بتاعت الاهالي هدي بير وبير وبانوا بيوت وزرعوا الارض والاهالي هم كانوا مبسوطين وانا كنت بشتغل بحس علم حلوقوا عليه اهو بعدها على طول النقطة دي وقفنا معاهم والدنيا ماشت زي الفل معاكم اهي انا كنت كنت انا اعرف المكان ده اهو ده بقى التطبيق اهو ده انا الحمد لله اللي كنت نفس افكر فيه ان انا اشتغل بحس علم يفيد الناس وبالفعل ايه اللي حصل لنا بقى بص معا وانا بماشي في الارض لقيت حاجات غريبة ايه ده بقى يا شباب حد عارف جيولوجيين ده ايه هم ايه اخبا برافو عليكم ده اخشاب متحجرة صح اخشاب متحجرة ولا حد ده عنده حاجة تانية المنطقة الصحراء اللي احنا كنا فيها دي يا شباب لقيت فيه اخشاب متحجرة ده ايه الاخشاب المتحجرة ده اهي ده شغل رغم انك كنت رايح بقول انا مالي ومالي الصحراء اللي ما فيهاش قطاعات دي وفيهاش جبال علي اخشاب متحجرة وانا قريت عن المنطقة طلعت ان ده اخشاب متحجرة تابع اللوجوسين مايوسين بتروفايد وو فالمنطقة طلعت هنا ان هي عصر اللوجوسين وطبع عارفين اللوجوسين كان في مصر دي منطقة غابات وموجودة يعني ارض خزبة وارد ممتازة جدا وقريت عن المنطقة لقيت فيها ان نهر النيل كان بصب في عصر اللوجوسين مايوسين في هنا كان ديلتا النيل في المنطقة دي يعني اللي بيقى رباجلوجيا حيلاقي ديلتا النيل كانت فيه منخفض الكتارة في عاصر مايوسين وتغيرت تغيرت لحد ما بقت ديلتا النيل في وضع الحال قريت في الموضوع يعني فيه رغافض لنهر النيل كانت موجودة هنا واندفنت تحت الارض فبدأت اشتغل بحث علمي بقى هنا ولا شجار المتحجرة والشغل ميا مياه وقفت عند هنا لا ايه اللي حصل قابلت في مؤتمر كان عندنا في الجامعة وواحد امريكي بحث امريكي وكان معا الطالبة دي طالبة مكسيكية مسجلة معا ماجستين وكانوا جايين يشتغلوا على ال جي بي ار عندنا في سهل الطينة وكانوا عايزين حد جيولوجي يفاهم في الموضوع فانا رحت معايا سهل الطينة واشتغل بس هو كان معايا جهاز ال جي بي ار وعايا اشتغل عليه بس طبعا كتا ايام الصورة كان ممنوع ان تخش بالجهاز ده في سين لان المنطقة انا كانت فيها اثار مقدرناش ننزل فخلصنا الشغل شغل رسوبية وطبعات بالنسبة لاشتغلت معاهم وخلصنا الرسالة ده احنا كنا فين شباب وكنا قاعدين في المدينة الولمبية في بورسعية بالليل كده بكلمني بقول لي طب انا جيبت جهاز جي بي ار وانا عايز مكان اشتغل فيه بس ما يكونش مكان محزوق نسكن لأ ما انا عندي الفكرة ما انا كنت المنطقة اللي انا كد فيها المغرة اللي موجودة في صحراء الغربية في مخافط الطرف وكان فيه روافض قلت له والله كان عندنا منطقة كده وكان فيه روافض لنيل مدفونة وعايزين استكشف قال لي ده ممتاز طب وقد قال سافرنا من بورسعية بالليل روحنا للعالمين وقعدنا في الفندق ونرزلنا الجبل الصبح ومعا جيبار انا من خلال خبرية كنت عارق وتوقحت ان النهر يمكن يكون فين الروافض المدفونة وبالفعل اشتغلنا وطلعنا بحس علم واصبح الواحد الحمد لله اللي كان الاول عايز يشتغل ابحاث تطبيقية وجوف زياء خلاص انا بالسندوق بتاع اللي هو اللي هو الطبقات اللي هي التكوين اللي موجودة العصور الجيولوجية والجوفيزيائي اللي هو دكتور ده باكستاني بس معا جنسية الامريكية وعايش في امريكا بالجهاز بتاعه جي بي آر فاصبح دلوقتي بقى خلاص انا لدم كتح افكر برا السندوق ان انا اروح اتعلم اجهزة الجوفيزي عشان اطبقها لا انا استغلت امكانياتي في الطبقات وتعاونت مع الناس بتاع الجوفيزي ومعاهم الاجهزة هو يطلع الرسمة هو انا ما عرفش الجهاز يشتغل ازاي هو بيشتغل انا وقع اقول له تقريبا النهر كان في الحتة دي نغد كيلو في كيلو كده يعمل وبعدين يطلع التشارت يقول لي بقى التشارت ده انا طلحته انت بقى شوف انا نقرأ الشارت ونعمل له انتربريتيش والحمد لله عملنا بحث وكان فيه من اشهر المجلات اللي موجودة وربنا كرمنا فيه طب اسكت والله كانت فتحت خير والله يا شباب المنطقة دي لانا كمان بعدها تعرفت على زمله من المعهد القومي البحث الفلكية والجوفيزيائية وجامعة القاهرة وفكرنا في المنطقة وقلت لهم ده فيه مياجة وفيها والفلاحين عاوزين يعرفوا عمق المياه والشغل عملنا مشروع وقدمنا الهيئة في مصر اسمها استدوء التنمية تنمية العلوم والتكنولوجيا في مصر والحمد لله خدنا المشروع وكسبنا المشروع ونزلنا المنطقة هي بالاجهزة الكهربية هي تأكيدة بتوع الجوفيزي عارفين جهاز سيسكال واشتغلنا فيه وانا اشتغلت على الطبقات بجهاز هو جهاز باسم مجنيتك سبيتيبليتي نفس العملية على الطبقات واشتغلنا وطلعنا حوض المياه اللي موجوده خزان المياه اشتغلنا خزان المياه وربنا كرم بعد ما اشتغلنا ان الحكومة عملت مشروع المليون ونص فدان وكانت منطقة المغرم من اوائل المناطق اللي تم التسليم واحنا كنا شغالين فيها من الفين وسبعة في هذه المنطقة لو كمان يا شباب دي احنا لقينا كمان اكتشفنا المنطقة فيها محاجر بص بقى فيه محاجر هي محاجر الطفلة موجودة هي بقى شغلنا تشتغل فيه وفيه محاجر الجبس واللون الداكن اللي فوق ده ده محاجر الدولوميت اللي بتستخدمه الكسرات دلوقتي عشان رأس في الطرق السن بيبقى عبارة عن الكسرات بتكسر عشان رأس في الطرق بيستغل في طرق والمحاجر دي اللي استغلت في طريق الضبعة او الطريق الاقليمي اللي جاي من 6 اكتوبة الرايح الضبعة المحاجر دي استغلت شوف ده كل ده اكتشفناه والعيناء في المنطقة دي ده بس من من مشوار انا كنت رايح ومش مقتنع به في الاول ولا انا مالي بالحاجات دي كلها شوفت بقى ربنا فتح وراح تتاكل على الله واشتغل ربنا فتح عليه ولقينا محاجر ده محاجر طفلة هيت وشوفنا المحاجر واشتغلنا عليه وسجلت الطالبة والدكتوراه موجودة في أكاديمة البحث العلم سجلت الدكتوراه على الحاجات دي والحمد لله طلعنا البحث واتنين ورسيل الدكتوراه ودي محاجر الرمل كمان هناك لقينا انا محاجر رمل والناس اشتغلت محاجر رمل وشغالة زي الفول بقى شغلوكم اهو وحنرجع لديها بردك ازاي تشتغل في الحاجات دي لو بقى كمان ده طلعت منطقة كمان بعد كده فيها استكشافات بطرولية ودي شركة من الشركات ده هي وقادي طبعا انت عارفين الساكر رود نفس هي المنطقة دي المغرة نفس منطقة المغرة احنا كنا فيها لكات الفين و ساعة ما كانش فيها اي حد ولا فاس الريخ ابن يومين ولا اي حاج بعد ما اشتغلنا فيها وحصل الاصلاح وناس جات والصورة وعبليتنا مشكلة الصورة وبعد الصورة الاراضي اتخذت من الناس وبعد كده رجعنا وحصل استكشافات بطرولية ومتنوعة اهيدين نوع بردك موجودة هوا وادي مشروع المليون ونص فدام في نفس المنطقة يا شباب وده اللي يفتح واتبنت مودن كمان في مدينة اسمها جوجوبا سيتي موجودة في نفس المنطقة وحفر الابار المية هات الحكومة حفرت اابار المية عشان تسلم اراضي المستزرعين والناس زرعت والدنيا ماشي ازاي الفل كل ده من منطقة بس الوقت كان راحي الاول فيها متقدر بس اهي دي اسمها الفرصة ياتلي غير مباشرة رغم ان الواحد اللي اما بدأ يستغلها وبردك لازم تستغلها لانا ممكن تجيلك الفرصة ازاي دي وما تقدرش تستغلها لأ شغل دماغك وشغل بقى السندوق بتاعك سيبك من بره السندوق دلوقت لما تخلص السندوق بتاعك وطلح كل الافكار دي وطبعها يا شباب تمام كده هننتقل بقى لاخر جزئية عندنا انا طويلت عليكم شباب احنا بقنا الساعتين اللي رابع طويلت حد يقول كده خلص بسرعة والدنيا في ايه لا كله تمام يعني خالينا ماشي انا طويلت انا ممكن لسه انا قد قد كتير نكمل ايوة طبعا ماشي طب بصي بقى للمرحلة دي تعالوا بقى يا شباب دلوقت خلاص احنا بعد ما شوفنا المنمازج ديت وياردت كنت حمسهم انتو فرص عملكوا بقى ايه انا دلوقت خلاص طب انا جيولوجيا وجيولوجيا وفيه شغل اللي مفيش يعني طيب هات برضك الورقة اللي احنا تكلمنا عليها في الاول وقلتلك اكتب فيها انت عايز تشتغلين ماشي الجامعة اللي سمعوا كلامه وكتبوا بص فيها بقى الشغلات اللي انت عاوز تشتغل هلانت عاوز تشتغل شغل حكومي مؤسسي ولا اعمال حرة طبعا اعمال حرة في الجيولوجيا دي بعيدة شوية بس لدي موجود وهدي بقى من الفرص الجديدة بقى في سوق العمل عمل مؤسسي النقصة دي بقى عمل سوق مؤسسي انت حضر إك عاوز تشتغل في شركة بترول عاوز تشتغل في منجم كبير عاوز تشتغل في اي شركة تابعة مؤسسة حكومية او قال ليك مرتب شهر. واللي عايز تشتغل اعمال حرة تشتغل حاجة جيولوجية. ولكن انت تبقى صاحب العمل. النهاردة تكسب بكرة تخسر. النهاردة مرتبك مية جنيه. بعد خمس سنين او دخلك او بعد شهر او بعد دخلك ممكن تعدى المية الف جنيه. ده اعمال حرة. واعمال حرة في الجيولوجيا. تمام كده يا شباب? وطبعا الاعمال الحرة. احنا طبعا المناجم. شغل المناجم. والمحاجر المعروفة. منجم السكري ومنجم الفواخير والفسفات. وده هنقول. ولكن الاعمال الحرة بقى. ودي طبعا زي ماقولك تختنم الفرص. وانا نفس القصة برضك. سبحان الله مثال بيجي نفس القصة. ازاي? تجي لك الفرصة غير مباشرة وغير واضحة. بس لو شغلت الموقع تستغلها. هقول لك. وانا بجهز لكم دي. انا عارف المحاجر. وروحت المحاجر كتير زورت المحاجر زي ما شفتم. ولسه هنوريكم كمان. وعارف شغل المحاجر ازاي? وشغلين ازاي? بس كان عندي مشكلة بسيطة بس. ان انا عايز اعرف ايه الاجراءات الادارية اللي ممكن اقولها لك عشان تروح تعملها عشان تفتح محاجر. علشان اجيبها من ضمن الشغلانات اللي استحدثت جديدا بسبب كورونا او بسبب الوضع في مصر. والتغيرات اللي حادثة عندنا في مصر دي. من مبلغ بسيط او الشغلة بسيط. انا عارف المحاجر فين? واماكينة وقول لك على اماكنها ونقول لك شغلها زي. بس كان ينقصني الجزء الاداري. انت عشان تفتح محاجر بقى تروح للحكومة تقول لهم ايه? ولا تروح فين? انا صراحة مكنش عارف. وقلت ادور واشوف. ولكن يشاء القدر ان اول محاضرة اللي كانت اول يوم من دكتور علي بكر. ان مفروض عبد الرحمن كان عاملين لينك. وقابلنا فيه. وهتاري زميلو كانوا عاملين لينك تاني وكانت المحاضرة في لينك تاني. ويمكن فيه ناس سمعين. موجودين. فاللينك اللي احنا قاعدين ومستنيين المحاضرة الساعة جاءت عشرة وعشرة ونص واحداشرة ما فيش حاد. فاحنا قاعدين ما تكلمنا مع بعض. فبالمصادفة ان في زميل احمد باش مواني اسم احمد تعطيته. كان موجود. وتكلم شوية. وقال والله ده احنا فرصة ومعانا ايه? مسؤول المحاجر والمناجم. المهندس مجاهد سليم. وده مسؤول عن مناجم ومحاجر اللقص. استخراج. اسيب الفرصة. اي فرصة جات. انا الله ربنا يعلم بقالي يومين تت. عمال افكر. اجيب الجزء لداري مني. تتخيل بقى ان ربنا يبعتك لحد عندك وانت قاعد في البيت في رمضان. وربنا يكريمك بمهندس مسؤول عن المحاجر. والاداريات بتاعتها موجود في الاقص. اهو ده لأ مش في الخيال زي ما بقوله كده. استغلت الفرصة بالفعل وسألت وباش مهندس دلوقتي فيه طلبة. وانا بجاز المحاضرة. وتمنى يكون موجود معانا بحيث ان اي استفسار بعد ما خلص المحاضرة يجاوبكوا عليه. ان الشباب لو عايز يفتح محاجر. لان الاول الشباب كانت قابل الصورة الزمان كانت الديناسورات هي اللي تاخد المحاجر. بمعنى ان واحد. طبعا احنا عارفين الوضع في مصر. واحد رجل اعمال معاه فلوس كتير جدا بيروح المجلس المدينة او في مكانه ما بيطلع بياخد محجر وخلاص. بيدفع ملاليم. ويبيع المتر الرمل او اي حاجة او الطفلة بمئات الجنيهان. وده كان معروف ان هو بيمشي نفسه بمشي الحالة. وخلاص. وقدتش تقدر تخش اي مستثمر صغير كان بيروح انتح. انا عن نفس اول ما اتخرك حبيت اروح اعمل محجر عندنا في البحيرة. محجر رمل ما قدرتش لقيت عتاولة هناك. هتروح فين يا سعلوك بين الملوك. يعني كان فيه ناس طبع احنا عارفين الوضع. ولكن بقى نصور بعد الوضع في مصر. صراحة دلوقت الوضع لا. ده الدولة سيطرت على الوضع. ومحدش روح يعمل محجر. ما بتمنحش اي حد. بس تروح. وفيه اجراءات مزبوطة بتمشي عليك وعالكل. سواء غني او فقير. لك سلطة. مالكش سلطة. الاجراءات ديت. وده نطلا عن المهندس. مجاهد. ان ده الاجراءات بتتعامل. ايه هي الاجراءات? ان انت حضرتك دلوقت شفت مكان محجر. ومعاك كان امكانات بسيطة. انا بقول لك الكلام ده يا شباب. احنا خلاص سيبك من العامل المؤسس. كلنا عارفين. ولكن انا بتكلم على الاعمال الحرة في الجيولوجيا. وفي المناجم والمحاجر علشان موضوع بتاعنا اللي هو موضوع المؤتمر. قلت له يا باش مادس يعني دلوقت فيه شاب بخريج جديد. وعايز يشتغل شغله حر. في المناجم ومحاجر تخصصه. يقدر يشتغل. قال لي يقدر يشتغل. قلت له يعمل ايه? قال لي بص. الاول لازم يكون الشاب ده فاهم المحاجر هيشتغل بقى فيه. يفضل محاجر الرمل والطفلة البصار. تاني حاجة يعرف المكان وده شغل جيولوجيا وده شغلنا وده شغل انا طبقات. اي حد عايز مكان محاجر في الطفلة. والرمل انا تحت عمره وفيه اكتر انا زرتكال ان ده شغل انا طبقات. تاني حاجة ان هو يروح المكان ويرفع الاحداثيات بتاعته. وده شغل امجد بقى اللي احنا قلنا هو بنعيد تاني. يعني هيحتاج واحد مع جي بي اس. يعني يعمل احداثيات بتاع المكان. والمكان ده ما يباش كده زي زمان كده العملية ما يفتح ياخد الجبل كله وقول لك خده ما حد شايفك. لا. ده الدولة حددت ان انت ليك مكان مت متر في مت متر. ياريت الشباب اللي عاوز يشتغل الموضوع ده يكتب. ليك مساحة مت متر في مت متر لحد خمسمائة متر في خمسمائة متر. توقع الاحداثيات دي. وتروح المحافظة اللي فقى المحجر. يعني المحجر مثلا زي المحجر الرمل اللي احنا عندنا ده في محافظة مرسمة تروح. تروح لمكتب الشركة المصرية للتعديل موجود في مرسمة. تروح تسأل عليه. او في اسكندري تابع اسكندري. تروح تقول لهم والله يجيبي اللي حتى سألك هاتي الاحداثيات فقط والمكان. وتروح تقول لهم والله انا دلوقتي عايز اعمل محجر رمل او محجر طفلة او محجر جيبس او محجر دولوميت او اي محجر حاضيك عايز تعمله في المكان الفلان. فهي هطلب منك شوية اجراءات. وشوية تزديدات. تقريبا ما هيتكلف حدود تسح تلاف جنيه عشان اللجنة اللي هتروح تقيم لك. وتقيم لك. وبعد كده تقول لك ان المحجر ده هيبقى ايجاره مسلا في الشهر عشر تلاف جنيه عشرين الف خمس تلاف. وهتوشيل بقى راحت. طب واحد دلوقتي بيسمعني بقول لك انا نسى خريج انت عملت يقول لك ده الاول عشر تلاف غير المعدات غير كسه. لأ ما تخليك ناصع. انت لمي الداتا دي ويبقى عندك مشروع وتروح لأي مستثمر يا شباب تقول له. وهو انت لما تقول لي مستثمر دلوقتي. وتبقى انت اللي جاري عارف الاجراءات ديت وتباين لمستثمر ان فيه شغل زي الشغل ده. ده ممكن يفتح لك مجال شغل. لان انت هتجري تعرف المكان المحجر. ونوع المحجر. والاجراءات بتاعته الروتينية. والادارية. وتعملها. انت ممكن تعملها. سانين انت لو عملت دراسة جدوى الموضوع. احنا دلوقتي عندنا فيه في كل محافظة جهاز اسمه جهاز. تنمية المشاريع الصغيرة المتناهية في الصغر. دي الدولة عاملها. بالفعل انا شفت ناس عملوا كده والله يا شباب. الكلام ده مش سحر ولا شعوزة. الكلام ده على عرض الواقع. اي محافظة واكيد بتشوفت دلوقتي كله في الاعلانات وفي في الاعلان. في مكاتب اسمها دلوقتي موجودة لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة المتناهية في الصغر. انت لو عملت دراسة الجدوى كجولوجي وراجل فاهم وعملت دراسة كويسة وخدتها وروحت للجهاز ده ممكن يعمل لك كاموين. او تروح لأي مستثم وتعرض عليه الموضوع. يبقى عندك فكرة. قوم واشتغل وفكر. دي الافكار الحديثة. انما انت لان دي شو غلان انت ممكن من الصحي تبتدي. تبتدي بسيط. وممكن لما تاخد فكرة وبتاع ربنا يفتح معاك. وزي ما قلتك اسمع امجم. وشوف امجة تبدأ ازاي وانت ممكن تبدأ. اي انت قس تشتغل في في منجم ولا محجر. وده لسه بعيد عليك. ابتدي دلوقتي. يمكن لما تبتدي وحط رجليك. ربنا يا كريمك تبقى راجل اعمال وتبقى حوت من الحيتان انت راخر. في مجال المحاجر والمناجم. فابتدي وعمل المشروع وفكر. حتى لو فشلت زي اقولك. يكفيك شرف المحاول. يكفيك ان انت فكرت. وخدت بلقى اسباب. ولعل عاصة لما تقوم. ربنا يكرمك. ان الله لا يضيع عجرة من احسن. ان الله ضيع عجرة من احسن عمله. وانت ماشي. وانت بنتي خلص الورق. ربنا يكرمك تلاقي اعلان. او انت عارف ان ما ماكش فلوس. بس اعتمدت على الله سبحانه وتعالى. وخدت بالاسباب. ومشيت. رصازي يقول لها هتتتوكلون على الله حقا تاكله. يعني زي قال لك زي الطير بزي الحديث. معلش ايه? زي الطير تاخده خماصا وتعوده بطار. الطير اقول العصفورة بتجوه من الصبح ما هيش عارفة ولا عندها خبرة ولا فاهم اي حاجة. لا تتاكلون على الله حقا تاكله رزقاكم كما يارزكم الطير. تاخده خماصا وتعوده بطار. الطير اللي العصفورة دي. لا خبيرة ولا معاه شهادات. وطلعها بتسترزع على على رزقا وعارز عيال. وبترجع اخر النهار معاه. انت نفس القصة اجري ومشي وما تعرفش الخير فيه. ما تعرفش الخير فيه. فايحنا دلوقت قلنا المستحدثات الجديدة. فيه كتير مجلات كتيرة برضك ما يقول لك على القناة دكتور علي بكر انا حضط له فيديوهات كتيرة موجودة. فيه دكتور ياسر مسعد زميل في امريكا. نائب شركة بطرول في مصر في امريكا. بيتكلم على اتجاهات الحديثة في مجالات البطرول المختلفة. فيه دكتور برضك زميلنا مهندس. اللي هو مدير عام استكشاف في شركة بطرول. موجود برضك انا حطه على القناة شباب. بص هتلاقي وبيتكلم لك على اتجاهات الحديث. وطبعا استاذنا دكتور احمد عبد الجواد. ده خبير كبير جدا في المناجم. يتكلم. واتكلم الدكتور علي بكر. وزملة كتير يتكلمهم في المجالات الحديثة. فانا بتكلم دلوقتي من ضمن المجالات اللي انت تلاقيها. رغم ان هي بسيطة بس ممكن تعملها بكرة. زي ما نصحت انا امام جد. وعمل انت ممكن تعمل. وتدور. ومش مشكلة. ان انت ممكن ما يباش معاك امكانيات. بس ربنا هيكرمك تأكد تمام. زي انا ما نروحت كده مكان وانا متقدر. وربنا كرمني منه. في ابحاث جيولوجية. وحققتي اللي انا كنت عايزه. انت نفس القصة. ما تقلقش. تاكل على الله وقوم وتحرك. وربنا هيكرمك. هنا دي من ضمن انا هجيب لكم. طبعا احنا عندنا امثلة كتيرة في مصر مناجم وحاجر. بس انا هجيب لكم امثلة. الحاجات اللي انا زورتها بالفعل. ده منجم السكري طبعا. ده احنا زورناه كتير. ودي المنجم ديش شايفين اهو. وده الحلم اللي كان بيحلم بيه اسلام. واكيد معظمكم بيحلم بالحلم ده. والمنجم لسه في البداية. وده لسه شغال. ولعل عسر ربنا يكرمكم. ان المؤتمر السنة الجاية ان شاء الله لما يتعمل يكون فيه ناس فيكم شغالة وبتقدم محاضرات كمان وبتعرف زميله. على اللي هم شغالين فيه. فده منجم. لو انت عاوز تعرف ايه المناجم اللي موجودة في مصر. ان عندنا من اشر المناجم. منجم السكري. في الصحراء الشرقية. عند مرسى عالم بالزبت. في منجم تاني ده قديم جدا بقى. من اقدم المناجم في العالم مش في مصر فقط. منجم الفواخير موجود في الصحراء الشرقية واكيد فيه طلبة فيك رحالها طريق افط القصير. ده موجودة هو وعنده اثار كمان في المناطقية. يعني الفراعنة وصله كمان هو ترسمهم وطلعه في المناجم. ده من المناجم اللي بيعاد استخدامها حاليا مرة ثانية كانوا استخدم في الستينيات ودلوقت الدولة عامل عليه منقصات عشان يعادة استخدامه انتاجه. دور على اماكن دي. ودور على المكاتب الادارية بتاعت المناجم ديت على النت. وروح اقدم فيها لو انتش غير ستشتغل شغل حر. منجم الحديد في الوحات البحرية نفس الكصة. بناخده عندنا طلبة سنة تالتة جلوجيا. بيزوروا المنجم ما دي انت شايفينه ده عبارة عن حديد او منجم الحديد في طبقات. طبعا برضك شغل طبقات صخور رصوبية المختلفة. المنجم هو ودي الطبقات اللي انت شايفينها يا شباب دي طبقات الحديد هي عبارة عن طبقات صخور رصوبية. وده القطرة هوت اللي بيجي من من التبين في حلوان وبيحمل اهوت وبيروح تبين القطرة هو اللي بيحمل. وهنا ورانا المصنع اللي هي بنجيب الصخور دي عبارة عن كتل صخرية وبتنطحن جوه هنا وبتبقى بودر وبتتواجد. ده برضك من الاماكن اللي انت لو عايز تدور على شغل فيها تدور على مكاتب المناجم دي اللي موجودة في مصر وتقدم له. ده مناجم الفوسفات. وعلى فكرة ده المناجم الفوسفات دي من الحاجات اللي حاليا دلوقت يا شباب ممكن تشتغل فيها ما اصبحتش مؤسسات كبيرة هي اللي بتقدمها. يعني احنا دلوقت بناخد الطلب برضك ديت في منطقة جبل الضوي في القصير ودي منطقة برضك في في واد اسمها زق البحار موجود في القصير برضك. وانتو عارفينش دي يا شباب اللي هي طبقة الفوسفات اللي هي الصفرة هاي. بيشيلوا ده اهو. ده اللي احنا بسميه بقى في اسمه ايه? اوبن كاست برافع عليكم. اللي فوق ده اوبن كاست اهو. ان هو بيشيل اللي حد ما يوصل للطبقة ويقشط وياخد منها. هنا اهو. وهنا بقى اللي ايه? ده عبارة عن الطاني اللي جوه. ديه في منطقة تاني في الجبل ضوي نفسه. انت عارفين دلوقت يا شباب? ده عبارة عن مستثمرين هم اللي بياخدوا الحاجات دي. بياخدوها ويبيعوا الحاجات ديت ليه مصنع الفوسفات اللي موجود في القصير. يعني ما اصبحتش ان كل حاجة تابعة الدولة. انت حضرتك لو سفرت وروحت الاماكن دي هتلاقي شغل كتير جدا في المناجم والمحاجر دي. ان ما اصبحتش كلها تابعة الدولة. ده في شركات خاصة بتاعة اماكن ومستثمرين بياخدوا مكان معين يطلع منه ويروح يبيع للمصنع في القصير. بوجود في منطقة اسمها الحمروين. نفس الكس اهو ده منجم الجبس اهو. نفس الكس ده منجم خاص على البحر الاحمر برض. سخور عاصر ما يوسيل. يعني انا كنت عايز اشتغل تطبيقي. بقول الطبقات مالهاش ضعب التطبيق. طلع كله تطبيق. لان الميوسين ده هي عبارة عن طبقة جبس موجودة في فورميش اسمه ابو دباب فورميش. عاصر ما يوسيل في البحر لاحمر. اسناء انغلاق البحر المتوسط والمية البحر المتوسحة صلى التبخير كونة طبقة الميوسين. والطبعة دي اللي ما بتبقى موجودة تحت الارض بتعمل بتعمل كاب روكس في البترول. في خليج السويس. يعني الكاب روكس اللي موجود في خليج السويس وفي الوقت. في دلتا هو عبارة عن طبقة الجبس دي. ولما تبقى موجودة فوق السطح هي عبارة عن محاجر. دي كلها محاجر. لو روحت وروحت يمكن المحاجر دي هتلاقي. او انت نفسك ممكن تفتح محاجر. مبادئش كتير. ان انت تتلم معلومات وتشوف اي مستثمر او تقدم لجهاز تنمية المشروعات وربنا يكريمك فيها. ده بردك ده عبارة عن بردك محاجر رخام اللي موجودة في الصحراء الشرقية بناخده تطلع وبردك نشوف انا عبارة الرخام المختلفة. وفي دي الصخور الصخور البزمك اللي موجودة. ايش يا دكتر هو بس محاجر الجبس بتاع ترباح اللحمر موجودة فين بالضبط يا فندي? نعم. حضرتك ديت اسد الحمروي. اسد الله مستحى سيدنا محمد. حضرتك عارف مصنع الفوسفات في الحمروين? في ودي قريب من ها كده. محاجر الجبس دي حضرتك. حتى لو مش دي الوقت لو بعدين تعرف لي بس اسم هو اي معلومات عن المكان. انا بيزك الله خير يا دكتر. لان انا صراحة بناخده الطلبة. بندخلوهم المصنع. هتكت تعرف المصنع الحمروين بتاع الفوسفات. معاك يا دكتور انا احمد عطيته اه اه انا كنت بجيب سيرتك دلوقت. ازاي هتطبعا غني عن التعريف يا باش مهندس والدكتور عبدالجواطة احمد عبدالجواطة صراحة اشكر فيك كتير جدا في خدمة التعامل للطلبة. واتمنى تمنى تسجل لنا فيديو عشان احطه على القناة للطلبة الاستفاد. اتمنى اتمنى مش مهند. تحت عمرك تجد والله. يا ريت لان انت ماشا الله عليك يا دكتور احمد عبدالجواطة شكر فيك كتير جدا في محضرته. فاتمنى حضرتك تحط بس الموبايل قدام حضرتك. تسجلنا فيديو وارفعه على القناة عشان الشباب يتعلموا حضرتك. تحت امر حضرتك يا دكتور. وكلهم اخواتي وزميلي وحضرتكم اسزتنا تعلمنا من حضرتكم كل شيء. الله يكريمك الله يكريمك الله زي ما اقول احنا احنا في المجال الاكاديم وحضرتكم في المجال التطبيق. فانا عارضين الجامعة الاكاديم مع طبيقين. حضرتكم اسزتنا في كل شيء الله يا دكتور. الله يكريمك ربنا يبارك لك ان شاء الله. ويا بش مهندس يعني بقول لحضرتك مصنع الحمراوين بالضبطة وموجود مصنع الفوسفات في الحمراوين حتلاقي فيه ودي قصاد ومباشرة. ده ما حاجر. يا دكتور لو 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 اي بينات عن الوادي ده انا انا معرفش غير هناك ان في بئر اسم وبيئر اصل. والوادي تقريبا برضو اسموا وادي اصل. بس ده بعد القصير بما يقارب من تلاتين كيلو. بعد القصير لا ده قبل القصير. الوادي ده قبل القصير بعشرين كيلو. بعد القصير يعني جنوب القصير. جنوب القصير بتلاتين كيلو. لا لا انا عبا اكلمك الصور دي في وادي شمال القصير تقريبا بعشرين كيلو. احصد بالزبط لو حدك شفت على جوجل ايرس هتلاقي فيه مصنع اسمه مصنع الحمراوين. مصنع في صفات الحمراوين. احصدوا بالزبط بقى. لان ده جبس اي تفاصيل على الموضوع. ده جبس الميوصين حضرتك. لاني انا ورد الله كان فيه مرة مستثمر كان بيسأل على انه عايز جبس في البحر الاحمر بدل ما بيجيب جبس مسلا من الزعفرانة. لان جبس جبس بعيد عن الزعفرانة. انت معاك الجبس. الجبس يا باش مهندس موجود معاك من اول الاصير لحد مرسى علم موجود عالطريق. عالطريق. لان ده شغل انا بتاع طبعات فبدارس للطلبة اللي اسمها ابو دباف فورميشن. اللي هو تكون الجبس. بس بس عايزنا تكون ايكوناميك بقى يا دكتور. مم. مفيش مشكلة. يعني موجودة كم وكده يا لو في اي بيانات او اي معلومات. اي دات على الموضوع يا ريت يا دكتور يعني لو حضرتك تبعت لنا في الاخر يعني. خلاص ان شاء الله حيشوف الوادي ده بالزبط فين كده واتواصل مع حضرتك. واحنا ممكن اتواصل. هنعطيك اليميل بتاعي والبانات السعيب على القناة. او على مجموعة فيه مجموعة اسمها على الفيسبوك. احنا عاملينها ايه مجموعة جولوجيا العرب برض. فيها البانات بترسلنا وبعت لحضرتك ان شاء الله بش مهدس. ويا ريت يا بش مهدس. يعني راجعني قدام الشباب اللي بيسمعني يا ريت. حضرتك بس تسجلينا فيديو عشان الطلبة تستفادوا. ده الواقه الله. يا مش عامات ان انت بتستعرض وبتشير نفسك. والله كلكم يعني اه الشباب كلهم اخواتي وحضرتك واستاذي احنا تحت امر حضرتكم احنا مفيش حاجة الله يبريك. نقدر يعني مثلا نبخل بها عن حد لا اطلاقا الله. ايه ممكن حضرتك شفت لما كان موجود البش مهندس مجاهد المحاضرة اللي فاتت وما كانت فيه اه اه ما كانت فيه حاجة احد بيشرح وكده. حوالي ان احنا حتى نفيد نفيد بعض اه سواء البش مهندس مجاهد كان بيشرح اه خلوات ترخيص المحجر او كان. وانا حضرتك ما انا اللي كنت انا سألته السؤال ده مو بتاع اول يوم اللي هو يوم. اه بزبط. بزبط. ايه انا اللي كنت سألته باش مهندس وليسا بقول للطلبة دلوقتي بقول لهم هو بالفعل باش مهندس قاعد وبيقول لنا كده. وان شاء الله يعني اتمنى حتى او نقابل حضرتك على زوم على لقاء ونعرضه على القناة ان شاء الله. حضرتك وحضرتك باش مهندس مجاهد. باش مهندس مجاهد سمعنا وتحت اعمل حضرتك يا دكتور احنا في اي حالة. حتى ان شاء الله حتى ممكن نعمل انا بعمل لقاءات مع زمينا على زوم وبعرضه على القناة. فان شاء الله يا ريت حضرتك على باس هتلاقي عنواني موجود في مجموعة جوليش على عبا الفيس. او نتواصل بحيس ان احنا ان شاء الله حضرتك وباش مهندس مجاهد. نعمل معاكم اللقاء على القناة. وشان تشاهدوا كلها تستفيدوا. دي حاجة الوكل لا. لان احنا طبعا نحن نحمو بيك اولا محمد رمضان حنجمع ملايين مشاهدات على القناة ونكسب منها. احنا بنقول لما حاجة نموت بس رسول الله سلام بقولك ازا ما تبقى داعملهم سلاسة. علم يتفع بك. فمش حلاقي احسن من علم ان انت تسيبه وتسيب بصمة لك على على اليوتيوب. بحيس بعد ما نموت برضك تلاقي ناس بيسمعوه. سيما احنا في ناس ماتت وبنسمع لها دلوقت وبنستفاد منهم لحد الآن. ربنا ازيقها دكتور على الخير اللي حضرتك بتعمله احنا تحت عمل حضرتك. ربنا يا بارك. وانا اقول لك مجاهد مكاملين مع حضرتك بنسمع من حضرتك. خلاص ربنا يا بارك. وده شرف لنا والله شرف لنا كبير جد. فضل فضل. ماشي فضل. ماشي يا شباب. خلاص? هنا برضا كبير شباب بازا ما قلنا دي الروح خام في السحراء الشرقية موجود. الفراعن انا ما اصابوهش حاجة. الفراعن خلاص معظم الدهب اللي انك بس لسه بايا. وما لتوت عن خامون جاب الدهب كله بتاع ده من هم الفاخير ده يا شباب اهو. مش عارف واصلوا لزي وعارفوا استخلصوا زي ومش عارف الفراعن دولة ما شاء الله عليهم والله. واحنا نقول في التطور. واحنا لقى حد اللي انا عمليين لسه بس بنستكشي. دي برضا يا شباب اهو. زي ما اقول لبقى لو انتم فاكرين ان انا كان نفسي. عنزل اشوف شعب المرجناة بتاحت البحر واروح جنانية اسواب. والحمد لله ربنا كرمني ان احنا برضا نفس الدمعات جيولوجية عمل التدريب تدريب شيته للطلاب عمل في شهر فبراير. ده احنا احنا جينا وبعد كده بقى ظهرت كورونا ومعادش حد بطل. يعني اللي لقى الحمد كانت اخر رحلة قبل كورونا ليل. ده محجر الجرانيت اهو. باين طبعا هنا شغالين فيه كل ده شغل شخصة. وهنا الجرانيت وباين انواع تدخلات الجرانيت. ان الجرانيت ده يحتبر نوع فريد من العالم يا شباب. يعني اللي درس فيكم. الصخور نارية هو عبارة عن صهير. انا مش تخصص اول ان صخورو صوبية وطبقات. بس اللي انا شوفتوا بعيني ان هي تداخل من مجمى فلسك مع مجمى ما فيه. لاتنين مع بعض عملوا لك المنظر الجميل بتاع الجرانيت بتاع اسوان اللي احنا دايما بتشوفه. دايما في واجهات العمارات وواجهات الاسنصرات. وفيه المساجد. ده من الحاجات الممتازة جدا في الجرانيت اللي شغالين عندنا في مصر. ودي جرانيت المحجر بردك في محمية سلوجة وغزان. دي داخل جزيرة سلوجة وغزان اللي هي موجودة بردك في نفس ايضا موجودة في اسوان. نفس الكصة في اسوان بردك يا شباب محاجر البولي كلي. كانت فيه محاجر البولي كلي موجودة في اسوان اهي. وهنا خدنا الطلبة. محاجر دي عبارة عن صخورو صوبية كلي طفلة بتستخدم فيه انواع معينة من السيراميك. يعني السيراميك اللي احنا بنشوفه ده برسلينس بيستخدمه فيه البولي كلي. وده محاجر اسوان نفس الكصة خدنا تدريب التاني للطلبة. فاسوان لمحاجر البولي كلي هنا الطلبة هما رحين المحجر اهو. وهنا المدخل المحجر اهو يكون بخش بالعربية كمان اهو. هنا. داخلها جوة. وده الطانل اللي جوة. وجوة خالص بقى احنا جوة الطانل هنا اهو. ده طبعا الشباب اللي حيشتغل في المحاجر وهي بفاهم الشكل وعارف. وهي بفاهم الطانل بالتعامل ازاي والميكانيزم بتاعه. وايه الحاجات اللي بتستخدم فيها. كل الحاجات دي لا تستفد دلوقت. اهي دي موجود. محاجر البولي كلي في اسوار. مشهورة جدا. معروفة. تبقى انت عارف عندك معلومات عنها حتى انت لو روحت اي محجر ممكن اسألك عنها. ممكن متروحش المحجر ده. بس روح اي محجر وسألك عنها. ده من المحجر اللي احنا زرناه ولوحد استمتع به وبالقونات اللي فيه. ده طبعات داخل الصخور الرصوبية. فمعنى ان انت جيولوجي مش معنى ان انت تخص معين معانا يا شباب ان تخصت انا بتشتغلش. الجيولوجيا او كل العلوم كل عاملة زي البازل. انت سواني سبيشيال جيولوجي او سانجيوفيزيا او كيمياء جيولوجي او هندسة وتعدين. او بتحب مادة معينة. لا مدونش ان المادة المعينة دي مسلا انا حزاكر عشان بتشتغل البترول يبقى حزاكر البترول. واسيب مادة زي حفريات ولا طبقات. ولا مادة زي بلورات. ولا مادة زي صخور الرصوب. لا. حب كل المواد. لان المواد دي كلها بتتكاتف. انا عن نفس. ما كنت مش فاهم ان الطبقات ان هي اللي هي استغلال في كل ده. اقول لا انا حسيبها الطبقات اشتغل جيولوجيا اقتصادية. ما هي طلعت الجيولوجيا الاقتصادية هي عبارة هي طبقات. هي الفوسفات ولا الكلي. بولي كلي. لا عبارة عن طبقة. فانا ميلة. فبينزلوا مع الميل. والامتداد بتاعها. وخط الكنطور. وخط المضرب. وهكذا. والصمك. والاهمال الاقتصادية. كل ده العلوم كلها بتجمع مع بعضها يا شباب. ما فيش فرع. تميزوا عن فرق. لو انت طالب وبتسمعني اسمح كلامي. ما فيش فرع تهتم بيه وفرع ما تهتمش بيه. اسمح كلامي لو انت في جيولوجيا خاص ما تخليش حد يضحك عليك وقولك انت ليه ده يخليك جيولوجيا خاص. جد بتوع جيوفيزيا هما اللي بيشتغلوا. ولو انت في جيوفيزيا ما حدش يضحك عليك قولك ده بتوع كيمة جيولوجيا هما اللي شغالين. او العكس. لا. بغض النازل على التخصص اللي انت فيه. كله بيشتغل بس هم حاجة انت شغل دماغك الاول. وتطلع السندوق اللي جواك وتطلع الافكار اللي جواه السندوق. ما فيش تخصص بيشغل وتخصص ما بيشغلش. ما فيش مادة مهمة وما فيش مادة مش مهمة. كل المواد وكل التخصصات مهمة مع اللي شغل دماغه. فيه ناس بيبقى احلى معهم احلى تقديرات واحسن احسن تخصصات واقاعدين في بيوته لان مش مشغل دماغه اصلا. وفيه واحد بامكانيات بسيطة جدا بيعرف يشتغل ومسكين اداريان في شركات بترول دلوقت. فما تاخدش ان التخصص ده بشغل والتخصص ده مششغل. كله بيشتغل بس المهم مششغل دماغك انت الاول. ونفس الكصة اه ده اسمنت محاجر الاسمنت اه ده محجر اسمنت القنة. رحنا شوفنا المصنع هاو. وهدي المحجر اهوت وبنشرح للطالب المحاجر. طبعات برضك نفس الكصة. لقيت نفس كل شغالين مبدأ الطبقات. وانواع الطبقات. الطفلة وحجر الجيري. وسنك الطبقة. وميل الطبقة. وامتداد الطبقة. وقانونة طبقة الطبقات. كل ده في مجاله. وليتوا تطبيق في المصانع. فنفس الكصة. ما تقولش فيه مادة غير مادة. ده مصنع اسمنت قنة. وطبعا في مصر فيه كتير. بس انا بقولتلكم. انا جبت اللي انا شفته بعيني ودرسته. واللي صورته. مرضيش اجيب حاجات من على نت. لا انا حبيت اجيب الحاجات اللي انا عشتها وشفتها بنفس. فده مصنع اسمنت هو. وطبعا من اشهر الاتجاهات عندنا في مصر. وبقول لكم ده خد بالك. من اشهر ولا همتداد. ليه بها? لان اوروبا دلوقت منع البيئة. حماية البيئة في اوروبا منعين صناعة الاسمنت عشان كمية الغبار. لان طبعا اوروبا كلها على بعضها دول صغيرة ومقتزة بالسكان. فكلك اتجه دلوقت للشركات الكبيرة الاوروبية اتجهت ان هي تعمل استثمار في مصر. لان احنا عندنا مصر ميزة. الصحراء كبيرة ووسعة. فالتلوث ده ما بيأثرش على ايه? على العنصر البشري. فاصبح دلوقت من اكتر المجالات اللي هتكون شغالة في مصر شباب اللي بيسمعنا دلوقت اهتم جدا بمحاجر الخاصة بصناعة الاسمن. طبقة الطفلة طبقة الحجر الجيري ايه هي الخواص اللي محتاجين ها في طبقة الطفلة? ايه هي الخواص اللي محتاجينها في طبقة حجر الجيري? وده كان كلام الدكتور عحمد عبد الجواد في محضرته. بقيل لكم. ده من الحاجات المهمة العملية مش عملية دهب. وفواخير بس. لا. ده فيه حاجات اكتر. اصل الدهب او المناجم الدهب في مصر هم اتنين تلاتة تعد على صوابعك. وهتعوزك عدد جيولوجيين حد على صوابعك. انما من الاعداد الكتيرة جدا اللي في تزايد هي مصانع الاسمنت في مصر. وهكيد دلوقت بتشوفهم اسمنت المصريين واسمنت قنة والممتاز وانواح كتيرة جدا. فالمصانع دي يا شباب بتعوز مجيولوجيين تخصص محاجر. فده من الافرة الحديثة المطلوبة في مصر. انا بقول لكم اللي عايز يشتغل يحط يعنى على دي. ما يحطش يعنى على الحاجات بتموت او حاجات خلاص او او خلاص حصل لها تشبع. مهما يكون الدهب او شركات البترول ايف شغالة بس خلاص. ساعات كتيرة بتوعف. انما من الاتجاهات الحديثة في مصر هي محاجر الاسمنت. محاجر الرمل والزلط من الاتجاهات الكويسة في مصر. محاجر الجبس. والباش مهندس شفت الباش مهندس احمد عطيته بقول في ناس بتسأل. تخلين انت لو جيولوجيو خدت المعلومة دي. وروحت بقى وعملت جمحت معلومات وتواصلت مع الباش مهندس احمد عطيته. وشفت المستثمر ده. الدينة هتمش معك والله. هتلاقي الدينة همش معك. فاهتموا بالاتجاهات الحديثة دي. ان انت ما تستناش تروح تشتغل في شركة. لأ اتحرك انت وهات بيانات. وتكلم وقول وتعامل مع مستثمره وتعامل مع ناس. نفس القصة شباب. لو حضرتك مواطنية الدلتة برضك واحد يقولي انا اعمل الدلتة او واحد تقولي انا اعمل الدلتة وايه اللي وداني بقى بعيد في في القنة ولا البحر الاحمر ولا مرسى مع علم. لا احنا عندنا في الدلت. ساحل البحر الاحمر كله على الدلت. من اول ساحل الطينة في بورس عيد لحد رشيد. الساحل ده غاني جدا بالرمال السوداء. وده رحلة للطلبة اخدناها في مصنع رشيد للرمال السوداء. وشوف كل كم المعادن اللي طلعهم الرمل السوداء. وده طيب مجيولوجيين ولجنة الاشراف اللي كنا اخذين الطلبة. شوف الرمل الخام والمجنطايت والالمنايت. والزركن. وانواع المنازايت. كل دي انواع والهيماطايت والالمنايت. كل ده يا شباب خامات موجودة. تخيل ان انت لو رحت وشوفت طولت على مكان. على الرمال السوداء. وده رمل موجود. ده رمل. موجود. كل عملية. بتجيب جهاز صيني كده بسيط بسبعة تامن تلاف. بيعملك عملية فصل. للعناصر دي. بيتلاقي فيها كتير جدا. ومن الشغل انا معاها طالبة ماجستير. شغالة حاليا في شركة. شركة اللي هي متخصصة في توريد الخامات. ان هي بتتلقى اردرات او طلبات من الصين ومن اوروبا. ان نقول لك احنا عاوزين خيامات كزا. عاوزين حجر جيره. عاوزين طفلة. عاوزين المنايت. عاوزين كزا وكزا. ده شغل طلب. طلبة كت برضك عندي. شغل بس ما جبت سيطة قصتها. ان هي كانت بتدور على شغل برضك. وطلعت تدريجي. وقابلت في شركة راح تقدم لشركة بتاعة محاجر. وقالولها برضك احنا بناخدش بنات في الفلد. ولكن لما عرفت ان الشركة عايزة سيكرتاريا قدمت سيكرتاريا. وقالت انا شغل في سيكرتاريا بعمل ايه? ان انا دلوقت بيجي لي ايميلات من المصانع اللي موجودة في الصين وفي الهند وفي باكستان. بيطلب عاوزين جبس. عاوزين المنايت. عاوزين ماجنطايت. انا بناخد الوردر ده. وبنديله للزميل اللي موجودين. وهم بتواصلوا مع الشركات والمحاجر. واصبع بتاخد خبرة في الموضوع ده. وهتتضرب ان هي بعد كده ان هي تتاقد اردر وهي لتعامل مع الشركات او المحاجر. فحتى البنات شغالة يا شباب. شغال دماغي. ما تقلقيش. مش هتروح الجبل. لا. فيه شركات. وديكات رايحة تقدم في المحكر. وقالولها اغلاء. انت بنت ومحنا مش عاوزين بنات عاوزين شباب. سكتت. هي عرفت ان هم بيقدموا. عاوزين سيكرتاريا. قال خلاص انا هشتغل سيكرتاريا. وتعلمت بالفعل وبعد كده هتبتد تاخد شغل خاص به. زي ريم بالزبط لما راحت مصنع على اسمات. وقالولها مش عاوزين نجيه في الزيائين. ولكن مع امن وسلام. هو ده التشغيل الدماغي يا شباب. ازاي تستغل امكانياتك وتستغل صندوق الافكار اللي عنده. ياريت تستفادوا من ديها يا شباب. مش لازم ان ليه تقصد تشتغل في المكان ده خلاص تناشف دماغك. هتضيع زي الديناصرات. الديناصرات نشيف الدماغي خضراحيك. اعمل زي السمك كده. طور نفسك. عدل من نفسك. لازم يكون عندك مرونة عشان تتعامل مع السوق والتطلبات الجديدة. انا معايش انا طولت على كتير جدا. وااسف على عطلة. وتحت امروك الداتة بردك. بقى اخر حاجة بردك لزمائلكو ديت في محجر راملة في الفيوم. وكنا بردك بنشرح للطلبة المحاجر والشغل الفيوم. طبعا الشغل كتير. وعشان ما نطولش عليكم بس. وجزاكم الله وخير. بس السلام عليكم ورحمة الله. ولو في استفسار ولا حاجة شباب. ايه عبد الرحمن. احنا اخدنا ساحتين وتالت طولت عليكم انا معلش معزر. ولو حد رفع ايدو. لو يفتح المايك ويسأت علي. السلام عليكم. انا نفسه في سنة اولى دكتور دكتور ومتاح لياك طلب المرياض ومتاح لياك قسم جيوفيزيا في سنة اولى في سنة اولى؟ اه في سنة اولى اعايز الخطوط نمشي عليها او نصائح تقدمها لياه حضرتك عشان نتجه في المجال الجيوفيزي مثلا او الحاجات عشان نبقى نقوم بمتاح لياك قويس اعيه الله انت بتقول سنة اولى جيوفيزيا اه لا متاح لياه جيوفيزيا عشان نعلم رياضة سنة اولى ان شاء الله اه تمام كده انت دلوقتي الجيوفيزيا دلوقتي المحاضة لازم تستفد من الدول لازم تطور نفسك من الاولى محمد بمعنى ارسم النموذج بتاعك انت عاستي اشتغل ايه محمد لازم يكون عندك رؤية شايفة لازم النموذج اللي انا حطيته ده اللي هو المأمول انت عاستيب ايه والواقع بتاعك ايه انا دلوقتي في اولى الجيوفيزيا عندك نقطة قوة ايه نقطة قوة ان انت هتخش جيوفيزيا في اتجاه بتاعك انت عارف دلوقتي الجيوفيزيا تعامل ايه تسمع اهم حاجة دلوقتي عندك اهم حاجة الاول اول نقطة اول نقطة زي ما بقول كده ما تفكرش خارج الصندوق يا محمد تفكر في الصندوق بتاعك بمعنى انا في الكلية ايه المواد اللي بدرسه اول نقطة يا محمد ما تسيبش المواد اللي انت بتدرسه وتجري تسمع لمحاضرات او تقرأ مواد تانية كبيرة عليك مش هتقدر تستوعب لازم تبني النفسك صندوق الاول يا محمد سمعني اول حاجة اوة اتفكر خارج الصندوق لا ابني النفسك صندوق الاول وبعدين حط جواه الافكار وخلص الافكار اللي جواه وبعد ما تتخرج وتخلص الافكار يبقى فكر خارج الصندوق انما الخطأ ان بييجي طالب لان انا لازم افكر خارج الصندوق يبقى لازم نسمع محاضرات اقوى مني اتجاهات انا هشتغل كذا وينسى المواد اللي عليها وللأسف ييجي يمتحن في المواد اللي عليها يلاقي نفس الشاي المواد تلاقي نفسك ما قدرتش تجيب المعدل ان الكلية عايزها عشان تخص الجوفيزة لقيت نفسك فشلت في الكلية ليه لان انت فكرت خارج الصندوق وانت ما عندكش صندوق اصلا محمد فان نصيحتي لك هو اهتمامك بالمواد السنادي ان انت تحط نفسك الامل بتاعك دلوقتي ان انا اجيب تقدير عالي في سنقول ده اهم حاجة سنقول اخلصت خش تانى تاني نفس القص لحد ما تقدر وانت بازاك المواد هتلاقي نفسك قريدي اتكون عندك الصندوق بتاعك اللي جواه الافكار فانت ما تفكرش اوه اتغلط غلط التفكير خارج الصندوق لأ حط لنفسك هدف ان انا اتفوق السنادي اتفوق في الامتحان اللي بتاع الاسبوع الجاه ده هدفك بعد ما تخلص تطلع الدرجة اللي بعدها وهكذا ماشي فيه احمد عبد الفتاح سوز احمد الفتاح شكرا لونيزين لحضرتك سوز احمد تفضل كنت عايزة حدركة دوته هو ينفع واحد اللي وقتها هيسعبه لو اشتغل شغل حكومي وشغل حور اللي بتتم مع بعض تشتغل شغل حكومي وشغل خاص اه هو ينفع يا محمد لو انت عندك شغل حكومي فعلا موجود مفيش مشكلة تبتدي بشغل حكومي وتجمع معلومات عن الشغل الخاص ايوة بالزبط كده الاول تاخد لان بص عشان برضك ما ترميش نفسك في الموجب عالي انت تتأمن نفسك خليك في الشغلان الحكومي تمام؟ عندك الشغلان الحكومي دي مزيت اني لها وقت من الساعة كذا للساعة كذا الوقت الفراغ بتاعك ما تروحش تقضيب على القهوة ولا تقعد مع زميلك ولا على نت لأ تبتدي بقى شوف لنفسك مشروع خاص تبتدي اشتغل فيه بعد كده حددت المشروع تبتدي فيه وانت لسه في شغل ربنا كرمك ويبدا شغلك بعد تقول للمعروف دايما شغل الحكومة هو لحد الساعة نيل طبقيت اليوم؟ لا استغلوا بقى صح ما تقولش لأ انا طول النهار شغال وتروح تنام لك ساحتين وتروح تقعد مع القهوة مع زميلك لا تجاهز الشغل الخاص بيه وتبتدي الشغل الخاص بعد الظهر وتبتدي تمشي فيه حسيت ان الشغل الخاص بدأ يشتغل كويس؟ لا نبتدي بقى ايه؟ نغد اجازة في الشغل الحكومي نعمل لنفس السنة اجازة وانتين بقى في شغلي افرس شغلك ماشى كويس؟ لا استقيل بقى واشتغل لدى ما كنت بتاخد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ده الشغل الخاص ده يجيب لك 20 و 300 و 100 ألف جنيه في الشهر والله يجيت وما حصل لكش نصيف الشغل الخاص ارجع بقى الشغل فانت دي برضك هو عايز سيب شغلك الخاص علما تتمكن من شغلك شغل الحكومة ما تسيبوش علما تتمكن من شغل الخاص بتاع ماشي تبعي متشكر جدا يا ربط في احمد مصطفى شكرا يا دكتور شكرا ربنا اكرمك طبعا انا في تانية جيولوجيا لسه هتخصص ان شاء الله وانا دخل تالتة او جيو كيميا او جيولوجيا خاصة فانا مش عارف اخوش شيء زائد انا متحير ان انا اطلع مش هلاقي شغل تمام ده سؤال جميل جدا السؤال ده عشان انسألته قبل كده يا محمد انا برضك عالقناة يا شباب مش هتعلك بس في حضرك شايفين محمد شايف معايا دلوقت القناة واضحة قدامك تمام بص يا محمد بص في هنا ده عبارة عن فيديو انا بنزل اسمه تخصصات وفرصة لعمل اقسام الجيولوجيا يا محمد ده انا عامله مخصوص للسؤال بتاعب ده لانا دايما المسأل المطلب بص يا محمد انا حاول سريعا بس بعد كده اللي عاوز بقى الاجابة كاملة يا محمد خلاص انت عرفت مكان الفيديو تمام يا دكتور خلاص قناة الجيولوجيا العرب في فيديو اسمه التخصصات وفرص العمل لأقسام الجيولوجيا ده انا مسجنه للطلبة سألوني نفس سؤال سريعا برضك وبعد كده بشوف بقى بالتفصيل في الفيديو بص يا شباب الشباب اللي لسه حيخش في التخصص الصوت واصل معلش بس اكد يا محمد الصوت واصل او لا اصلا انظار عندي بس رسالة ان الصوت اتقطه بص الشباب السؤال ده بنسأل فيه كتير جدا اللي لسه حيتخصص اوه عتسمح كلام حد يقولك خش الجيوفيزيا ومتخشش كيميا خاص او خش اسمش يانو متخشش كيميا خاص اكبر غلط عايز تخش شوف انت مستواك حلو في ايه مستواك حلو في الفيزيا وفي الرياضة لا خش الجيوفيزيا لان كل الجيوفيزيا هي فيزيا ورياضة مستواك كان حلو في كيميا وانت طالف السنوات العامة خش كيميا جيولوجيا مستواك حلو في الكيميا والجيولوجيا ومستواك حلو في الفيزيا خش سبيشيا لان سبيشيا اللي بتجمع الاتنين اوه عتسمح حد يقولك انتخصص ده بيشتغل وانتخصص ده مش تغاش اكبر غلط سوق العمل ما بيتدورش انت دقيقو فيزيا ولا wallsبيشا سوق العمل بيشهرん بيشوف دماغك وتفكيرك ومعدلك فما تنفحش انت مثلا حاسن انت ضعيف في مواد الرياضة والجيوفيزيا وكويس في الكيميا وزميلك معظمهم داخلوا في جيوفيزيا او بتسمع ان الجيوفيزيا بتشتغل ببترول وتخش جيوفيزيا حتفشل هتقع لا خش كيميا وتفوق والله هتشتغل في شركات ببترول وانا عامل فيديوهات كتيرة لتخصصات كيميا جيولوجيا في شركات البترول لتخصصات في شركات البترول يا اخوانا شركة البترول او اي شغل هو عبارة على لعبة بازل مافيش تخصص دائما يشتغل خريج 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 التجارة بيشتغل في شركات البترول خريج زراعة بيشتغل في شركات البترول خدمة الاجتماعية بشتغل علم نفسه بيشتغل بس ليه تخصصه في الشركة اوعد حد يضحك عليك ويقولك في تخصص بيشتغل وتخصص لا. انت امكانياتك ايه يا محمد مستواق حلو فيزيا ورياضة خش جيوفيزيا مستواق حلو في الكيميا مستوىك حلو فيزياء ورياضة وكيمية وجليلية ويلي اتنين حلوان خش سبشيا فيش مشكلة بس قوة هتخش قسم وانت مستوىك ضعيف في مجالاته عشان القسم ده بيشارك واضح؟ وياريت تسمع الفيديو ده حينتشاء لاحظة اقتنع بالكلام بإذن الله محمد ماشي يا باب في أي استفصال؟ آه دكتور عند استفصال اتفضل أنا أستمعا اتفضل يا محمد أولا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المحاضرة دي ولوحظة استفاق كثير جدا الله يتشكر سنعين أنا طالب لسا في كله وكده فرعة ثلاثة كسم كيمية وجليلوجيا بس أنا عايز أروح تدريبات في تبع الشركات البطرق أو تبع التحديد في المحاجر أو كده أو مثلا في المصنع في المصنع أو في المعامل اللي يروح على العينات اللي هم بيغضوهم من المحاجر وكده فعايزة عايزة أخد تدريب حاليا يعني في الصيف أو كده أو عشان واحد ممكن تبع مجال شغل أو عادي كده يعني بسر محمد في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي التدريبات بتاع الشركات بتنزل من أول شهر 12 لأن الحكومة قبل كرون الحكومة عاملة إيه؟ عاملة إن من ضمن الضرائب اللي بتتفحها أي شركة عشان تقلل على الضرائب يكون عندها سجل بأن هي دربت طلبة الجامعة فالشركات هي اللي بتدور على الطلبة عشان تدربهم عشان تقدموا في مصلحة الضرائب عشان تقلل عليها الضرائب فالشركات نفسها هي اللي بتبع عايزة بس الشركات مشكلتنا إحنا كطلبة وده خطأ أنا نفسه وقعت فيه إن إحنا بنروح ندهر في الشركات في شهر في الصيف بعد ما بنخلص وفكر إن الشركة هتدربنا في الصيف ده أنا اكتشفت بعد ما خلصت إن الطلب قالوا لا ده أنت تروح في شهر 12 وشهر 1 الشركات بتبعي منزلة بتاع التدريب علشان تدربك في شهر 6 و 7 و 8 فلازم الشركة تبعي عندها إحصائية بالبنات بتاعتك عشان تجهز لك المكان وتجهز لك الاعداد وتجهز لك كل المتزمين تتعيس فالطبيعي إن الشركات بتروح لمقر الشركات في شهر 12 وشهر 1 ده اللي بنزل الابليكيش دلوقت في النت خلاص بقى النت موجود والابليكيش عم بينزل على النت خش على النت وأي شركة عسو تدرب فيها تخش على النت دلوقت لازم تستغل النت أنت هتعرف يبقى فيه كل شركة عملها بابليكيش بيتنزل وتملى الابليكيش مهندسين موجودين زي إحنا هم عندين دلوقت موجود معنا مهندسين كدير ربنا يبركلهم هم عشان دولة في مجال العمل يقول لك والله أنا عندي الشركة بتعوز ناس تشتغل المحاضرات اللي انت شفتها ست محاضرات اللي فاتهم فيه ناس مهندسين من شركات مختلفة كانوا موجودين تكون على تواصل معهم خليك مع تواصل في سوق العمل يا محمد خليك تواصل سولة زي ما قلتلك ما تقعدش ببيتك وتنام وتحلم أن أسامة الرجحي حيبقا عدتك وقول لك تعال اشتغل لا اتحرك انت وزقك وقعد انت نفسك شوفت قعد انت حضرت مثلا اجتهدته ما فيه آلاف الطلبة دلوقت زيك وزي مايلك ما حدش جيه حضر المحاضر فيه اللي قاعد يسمع ماشو اللي قاعد على القهوة واللي بيحتفل بالعيد طالما انت جيت وعرفت ده عرفت معلومة هو معلومة على معلومة حتفيدك يا محمد فدي نصيحة لك طور في النت احتك وتواصل واعطاك كل المهندسين ما حاجة حيتأخر عليك في النواق دي لك معلومة ما احنا عايزين كنتكت بقى لأي من حضراتك كده يا دكتور ولا حاجة عشان نتواصل مع حضراتك انا بالنسبة لي كنتكت ده وعلى اللي عز حتى نكتبها سواء انا بالنسبة لي شباب كل البيانات بتاعتي مكتوبة انت لو بصتها على القناة هتدي بلامحة على القناة هي مثلا هتلاقي انا كاتب الايميل بتاعها دكتور محمد صبحي والايميل موجودة وصفحة الفيس بتاعت موجودة هنا ماشي والايميل موجودة هنا شايفها محمد امام دكتور زائد برضك نفس القصة فيه قناة فيه على الفيس احنا عاملين مجموعة جولوجيا العرب ده فيها مشتركين ناس متخصصة كتير جدا لان ده ملتقل خش واكتب بس اعمل بصتر كده ده هيشايف دي مجموعة جولوجيا العرب واضحة قدامك دي محمد تماما ده بصت اعمل بصت هتلاقي بصت هنا المؤتمر يعني لو خشيت هنا هتلاقي في المؤتمر عاملين عن ايه بصت هتعرف هتعرف ناس كتير وعن المحاضرة ايه موجودة عبد الرحمن ربنا يباريكلو كتب وفيه طالبة بتطلب طلباته بجيلا هاي ناس ده استشارة هو تعديل لما تعرف عنه بياناته وتتواصل معه هيقولك هيديه لك معلومات كل ده ناس متخصصة محمد ومحاضرات مختلفة كل ده لو دخلت هو بحث هتأتمنوا هتأتمنوا مواقع كتير جدا نفس الفكرة هنا هو ده مكتب استشارات وخدمات لو انت قلت تواصلت مع المكتب ده وقلت له مثلا انا عايزة ايجي اتدرب عن انتك هيقولك لا انت هتتدرب وتعرف بعد انت تشتغل فدي من المتقليات اللي ممكن تعرف فيها ناس كتيرة وتخصصات كتيرة وشغالين كتير وشوف كل المحاضرات هنا هي موجودة هنا واضحت تماما دكتور عايبوس حتى وفيه ناس ردوا عليها اهي وفيه محاضرة برضك الناس مختلفة هو من سواء التي تتعاملها محاضرات ومنزلها على قلم الزلازل وكذا شكرا جدا لحاضرة ده ماشي شباب اعيش تفسار تاني وطبق احنا متواصلين هو اي حاجة يا شباب يبعث لعليمين وانا تحت عمروك في اي حاجة ان شاء الله وربنا يساهل ونلتقي ان شاء الله مع الباش مهندس مجاهد والباش مهندس احمد عطيته يعملونا لقاءات ونزلها لكم على القناة بإذن الله تماما عبد الرحمن تماما دكتور وطبعا شكرا لحضرتك على المحاضرة الجميلة طبعا يعني انا شكرا لحضرت الله خرم انا شخصيا يعني استفدت يعني من الموضوع ده بجانب طبعا يعني ان اعيش بيستعطيف حاجة ان موضوع الفرص بتيجي عشان تستغلها لازم يكون عندك امكانية ان انت تستغل الفرصة دي يعني تستغل لك غير لما يكون عندك امكانية فانت لازم تسد الامكانية دي عشان خاطر ان انت تجي لك الفرصة مش العكس اي برافع عليك عبد الرحمن وده اللي انا بقوله اللي انا بقوله بقى تفكر جوة الصندوق بتاع لابد ازاي كنت بقوله محمد انت بقول الامكانيات اللي انا بقوله الصندوق بقى محمد عبد الرحمن لازم عندك صندوق فيه افكار لازم تبعارف بحيس ان بالزبط ماشا ماشا وكل صندوق طيبين ان شاء الله وفعلا بنقدم كل الشكر للشباب المصري اللي انا مبسوط به جدا اللي هم اعملوا المؤتمر ده ورجعني عبد الرحمن انت والشباب بتوعك تستمروا في عمل مثل هذه المؤتمرات عشان تفيدوا الطلبة كل وان كان حتى الحضور بسيط لو عشرين وتلاتين بس ده هنحط على اليوتيوب وحيقعد لاجيال واجيال ان شاء الله والصوتنا حيوصل لاجيال الجاية بإذن الله شباب وكل صندوق طيبين انت وحضرت بخير دكتور وشكرا لحضرتكم وشكرا للمقيمين على هذا المؤتمر وكانت فرصة سعيدة لكل اللي حضروا وشكرا جدا لي شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته